موسيقى ما كناش فخورين بيه بسبب جول او فوز بمباراة او بطولة احنا دايما فخورين بيه عشان هو الواجه المصري الاهم اللي دايما مشرفنا في كل الدنيا موسيقى 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 اسرح البيهة ل Camera ذاتوا من العادة موسيقى لكن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يكون هناك الفيديو في المدينة يا صلاح إنه كل هذا الصلاح اللي عمل صلاحات ومن الصلاح يا صلاح والصلاح اللي نزي على الجهين بهدف عالمي جهدنا ما هذا؟ ما هذا؟ لا 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 يا الله يا الله يا الله أنت أروح من راسيس أنت أكبر مني برتدي أنت أروح من خوف وخفرة ومنطلع أنت في كلمة محمد واسمك صلاح يورجان كلوب النهاردة قال إن محمد صلاح بيعاني نفسيا بعد اخسارة كاس أفريقيا صحيح وطبيعي صلاح ممكن يزعل علشان بطولة لكن إحنا مش بنزعل علشان عندنا محمد صلاح كل يوم مع صلاح في فرح في هدف في طموح بيتجدد في أمل وفي حلم بيتحول بسرعة الحقيقة مع كل هدف سجله صلاح في ملاعب أوروبا كنا منتنطط كنا منفرح وكأننا خدنا كاس العالم بنفرح لواحد مننا بنفرح باسم مصر والجماهير في كل الفرق اللي لعب ليها بتهتف به فخورين وراصنا في السماء لما بيتقال الملك المصري مو صلاح سجل النهاردة صنع النهاردة كسر رقم قياسي النهاردة صلاح فرحتنا معاه ما بتوقفش طول الوقت فرحانين بإنجازاته عشان كده بنقول وعا تزعل يا صلاح احنا متعودين معاك بس على الفرح واللي جاي بيك ومعاك أكيد أحسن إن شاء الله اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة يورجان كلوب قال إن محمد صلاح محبط جدا وزعلان جدا بعد خسارة كأس الأمم وفرحان إنه هو اللي رجع ليفر بول ولكن هو زعلان ومحبط بسبب خسارة كأس الأمم بصراحة بصراحة صلاح يزعل ونزعل وإنت تزعل وكلنا نزعل بس إحنا فخرين بصلاح وفرحانين بصلاح وندعم صلاح ونقول له ما تزعلش إحنا مستنيين منك كتير مستنيين منك كتير مع الردز مستنيين منك أهدافك أوروبية جديدة عشان إحنا فرحتنا مش بس بتبقى بكاس الأمم ولا فرحتنا بس منتخب مصر اسم مصر اللي بنفرح عشانه ومنفرح به لما بيكسب بطولة إنت بتفرحنا باسم مصر وإنك بتكسب كل يوم بطولة مع الليفر بتعمل إنجاز مع الليفر بتسجل هدف مع الليفر بتحقق إنجاز مع الليفر بتحقق إنجاز مع أي فريق اشتغلت معاه بنبقى فرحانين ومفخرين وإنت كمان لازم تفرحنا طول الوقت ده بقى واجب عليك وواجب علينا طول الوقت إن إحنا ندعمك ونشكرك ونقول لك أنت كنت سبب إن خلتنا بقى عندنا لاعب مصري بيتقال اسمه في كل العالم بيتهتف باسمه في كل العالم إحنا من كم سنة وأنا دايما بكرر الكلام ده وسمحوني لو أنت بتسمعوا مني للمرة الثانية أو الثالثة بس هكرروا للمرة العشرة والألف إحنا من كم سنة كنا منبقى فخورين وفرحانين وسعداء إن بيمسلنا أفريقيا دروكبا وإتو منبقى فرحانين ونقول يا سلام لو عندنا واحد زي أديبايور يا سلام لو عندنا واحد زي كانوا دلوقتي دلوقتي بقى عندنا اللاعب الفخورين بيه هو مصري عربي اسمه محمد صلاح إحنا كنا بنتنشأ على حد في الكرة الأفريقية بيتقلق في ملاب أوروبا ونقول له مننا ده أنت مننا أوي فإحنا فرحانين بيك وبنقول لك شكرا جدا على اللي عملته مع منتخب مصر في كاس الأومة الأفريقية الأخيرة اللي عملته مع منتخب مصر في كاس الأومة الأفريقية 2017 اللي عملته مع مصر لما وصلتنا وساعتنا إن احنا نوصل كاس العالم بعد غياب طويل جدا محمد صلاح بس أفكركم كان فيه 8 أهداف لمصر في تصفيات كاس العالم هو شارك في 7 أهداف سواء بالتسجيل أو في الصناعة يعني تقريبا كل أهداف مصر في تصفيات كاس العالم عشان بس القلة القليلة القليلة اللي مش مهمة اللي تيجي تقول لك سلاح ما بيديش لمنتخب مصر لا إدى كتير لمنتخب مصر واللي أهم إنه هو ده نحنا كمصريين فرحة ما بتتوقفش فرحة طول الوقت أنت كل جول بيجيبه صلاح بتقوم تتنطط وتفرح كل يوم كل يوم بتفرج على محمد صلاح هتبقى فرحان ومفخور تقول أيو أنا أنا لما بتسافر في حتة في العالم أيو أنا من بلد محمد صلاح أنا من بلد محمد صلاح فاكر أنت ما كنتش عملك تقول أنا من بلد لعيب كورة كنت لما بتسافر في أي حتة في الدنيا تقول لهم أنا من بلد مجد يعقوب أنا من بلد عدل إمام بس ما كانش عندنا لعيب كورة لنفخر بيه وإحنا في أي حتة في الدنيا دلوقتي تقول أيوانا من بلد محمد صلاح صلاح فوق الرأس رائع يهدى إن شاء الله الأمور تعدي ومستنينه يوصلنا كاس العالم مستنينه يوصلنا كاس العالم تعان نشوف تصريحات كلوب النهاردة ونرجع نكمل كلامنا Losing a final is always really really hard, he can't sing that song, but losing it the way they lost it is especially hard, and that's what he felt as well. So yes, he is happy to be back, but he is disappointed as well, massively so. We spoke obviously about the tournament and everything, and we will see. He will deal with that of course, and I think I hope that today will be already better, but yesterday everybody could see, yeah, he still has the final in his mind. صوره في التدريبات صور تحزن وتخلي الواحد يتأثر جدا. عشان كده أنا بدأت الحلقة النهاردة بمحمد صلاح. شوفوا الصور حزين جدا باين عليه. خدوا بالك أصلا مش محتاج يمثل طبعا محمد صلاح أنتم فاهمين. بس هو حزين حقيقي. هو حاس إنه كان شاي للمنتخب. كان حاس إنه عايز ياخد بطولة. كان حاس إنه عايز يعمل إنجاز. أنا شفت محمد صلاح في هذه البطولة عامل مجهود خرافي. خرافي خدوا بالك أن محمد صلاح هو أكتر لاعب في تاريخ كاس الأمم الأفريقية الشارك في عدد دقائق. في بطولة واحدة. تفاهم إنه هو لاعب كل الدقائق اللي في البطولة. تغير دقتين بس في مباراة. باقي البطولة المياه وعشرين دقيقة اللي أربع المبات اللي حنا يبناهم كل الدقائق لعبها محمد صلاح. مفيش لاعب في منتخب مصر عمل ده. مفيش لاعب في الكارة الأفريقية كلها عمل ده على مرضار التاريخ. ويجي حد يقول لك أصلوا ما بيعملش مجهود وما بيتعبش مع منتخب مصر وما بيديش لمنتخب مصر. يا راجل. يا راجل عيب. يعني عيب. عيب. طاق الله يعني. يا راجل بيتعب وبيكتهد وبيتشرفنا. بالمناسبة يعني. أنا كنش عايز أفتح الحوار دلوقتي قلت نفتحه بعد كده بس. يعني هدي هنت فيه كده صغير وبعد كده نبقى نعمل عنه حلقات مع المتخصصين عشان ما يبقاش الكلام بيروح اللي معاني مش كويس. إحنا عملنا إنجاز عظيم. وهفضل أقول إنجاز عظيم في كاس لهم الأفريقية. وأي حد هيشوف إن إحنا ما عملناش إنجاز عظيم في كاس لهم الأفريقية ما كانش شايف. إنجاز عظيم. إنجاز عظيم على حدود الإمكانيات والظروف والإصابات اللي اتعرضنا لها وعلى الظروف كمان المنافسين اللي بنلعبهم. هنلاعب منافسين أقوى جداً. وبالمناسبة هكمل النادي الأهلي عمل أداء جيد في كاس العالم الأندية تحديداً في المباراة الأولى. والتانية مقدرش يتعامل مع الغيابات الكتيرة قدام فريق كوزة بالميرس. طيب أنا ليه بقول منتخب مصر وليه بقول النادي الأهلي؟ في نقطة مهمة لازم حضركم تبقوا فاهمينها وتبقوا عارفينها وتبقوا شايفينها مع بعض كلنا مع بعض. يعرفها المدربين اللي في مصر يعرفها اللاعبين اللي في مصر يعرفها المتابعين للكرة في كل العالم. إحنا عندنا لعبين جيدين. عندنا لعبين رائعين. تمام؟ حط دي الأول على جنب. اللي هقوله الجاية ده مش تقليل منهم. لعبة مميزة ورجالة وعندهم إمكانيات ومهارات فطرية من عند ربنا. خلاص؟ حط ده على جنب. حط التانية اللي محتاجين نشتغل عليها الفترة اللي جاي ونشتغل فيها مع المتخصين وهقولك. ووعد يعني إن شاء الله نعمل ده في رقم عشرة هنا. إم تبقى عندنا اللاعبين اللي هم إيه؟ إنت مش محتاج تدوس على دواست البنزين على الآخر. على الآخر. عشان تبقى قوي جدا. هشرح حالك بمعنى أسن. إنت نمتيج تلعب مثلا زي الأهلي وبالميرس كده. الأهلي عمل مجهود كبير جدا بدني في هذه المواجهة. بس بالميرس من غير ما يدوس على دواست البنزين على الآخر جاب جولين. فاهم؟ يعني ما عملتش مجهود. حط المدارب بتاعها من بعض المداربتش قالك أنا لعبت بتلاتين في المائة من المستوي. أنا ما قدتش ما دستش جامد يعني. إحنا بنتعب قوي قوي عشان نوصل لنتيجة كبيرة. نتيجة عظيمة. طيب ده سببه إيه؟ سببه شوية حاجات بسيطة تتعمل. ونساعد بعض فيها ونقعد نتكلم ونفتح فيها كلام بدون نحرة ونرفزها وعصبية. واصلحنا قليلين قوي. اصلحنا ما عندناش كواليتي. اصلحنا ما عندناش لعبين. بالروح بالروح. إحنا عندنا بنص الكواليتي اللي انت بتقول عليه دواد. بنص الإمكانيات بنص كل حاجة. وبنعرف نعمل إنجازات عظيمة. منتخب مصر هو أهم منتخب في القرارة الأفريقية على مداري التاريخ. والنادي الأهلي هو أهم نادي في القرارة الأفريقية على مداري التاريخ. يعني ده مصر. خلاص حط ده على جنب. حط ده على جنب. إحنا كده جامدين. أنا بس نفسي نبقى جامدين من غير ما نوصل لآخر دواست البنزين. اللي هو تعرف تسلم وتستلم. تعرف تعمل ضغط طول المباراة. تعرف تعمل تفاصيل كده في الكورة. بتشوفها عند شلسي النهاردة لما كان بيلعب الهلال والهلال عمل مباراة كبيرة جدا. هل السودي عمل مباراة كبيرة جدا مع تشلسي في كاسة العام الأندية. خص الواحد سفر صحيح بس عمل مباراة كبيرة جدا. بس انت عايز تحس ان انت بتوصل للمستوى ده. طيب هقول لك شوية حاجات بسيطة. عشان تفهم انا عايز اوصل لي ايه. الناشئ عندنا. التدريبات بتاعته عاملة ازاي. موضوع الضغط دوت. موضوع الاستلام والتسلم. موضوع الخروج من الكورة. خدوا بالك انا بقول لكم على حاجات كنتوا بتشوفاها في مباراة منتخب مصر او النادي القليل او اي نادي في مصر يعني. انه نيجي نخرج بالكورة بنواجه صعوبة كبيرة جدا لو في فريق ضغط علينا. نيجي مثلا نباص نسلم ونستلم تلاقي الكورة بعدة من على رجلين. انا بقول لكم حاجات بتاع الكورة فهمنا كمان اوي. تلاقي الكورة بعدة. يا تيجي تاخد الكورة من على رجلك. تلاقي الكورة بعدة من رجلك. ليه. موضوع ده اللعيب في اوروبا وفي اي حتة في العالم. تجي له الكورة حتى لو كوي جدا يعرف يحطها تحت ريله. تفاصيل صغيرة. بس مهمة جدا. في اوروبا. كلهم بيحتاجكوا بدوريات ومنافسين اقوية جدا. وهديك مثل بسيط. الاهلي او الزمالك او اي نادي بمصر مصر. او اللاعبين المصريين اللي موجودين مع منتخب مصر. هم المنافسات بتاعتهم بتبع عاملة ازاي. يعني مثل الاهلي بيلاعب سين من الاندية في الدوري المصري. سين. مش عايز اسمي اسم عشان ما قالتش من حد. لما بيطلع من الكورة من خط الدفاع. اصلا ما فيش فرقة بتضغط عليه. ده هو بيوصل لحد الجول. لحد منطقة جزاء الخصم عشان يبدأ المنافسين يحاولوا يتعاملوا معادي فعاية. فما بيتعملش ابدا اللاعبين المدافعين بتوعه. او لعيب الوصل بتوعه مع اي ضغط من اي منافس. فهيفضل طول الوقت متعود على كده. لما بيجي بقى يخش على منافسات اكبر. في كاس الامر الافريقية مثلا. تمام. مع لعبين بيلعبوا في اوروبا. يلاقي لا. الدنيا مختلف. ايه ده. انا ما شفتش كده قبل كده. انا مش متعود على ده. لما يجي النادي الاه يلعب مع فرق العالمية. وهو النادي الاهلي كبير ومنتخم مصر كبير. بس برضو. انا مش متعود على ده. انا ما جربتش ده قبل كده. انا كلاعب ما عنديش مشكلة. بس مش متعود على ده. ما شفتهوش قبل كده. فهنروح بقى بعد كده. لما نيجي ان شاء الله نتكلم عن موضوع دولنا فريدلو. ويعني ازاي تبقى مسابقاتنا قوية. ازاي تبقى الاندية كلها اقوية. مش نادي ولا اتنين. ازاي اللاعب المصري يتأسس صح من الناشئين. عشان يبدأ يعرف قاسيات الكورة المهمة جدا. دي نقطة مهمة جدا. هنتكلم عنها كتير. بهدوق. بهدوق. عشان دايما احنا عندنا الحتة اللي هي بتاعت ايه. التقليل من النفس. اللي هو انا قليل. لا انا مش قليل. انا جامد. انا اهم منتخب في الكورة. وعندي اهم نادي في الكورة. انا جامد. كده كده. بس نفسي بقى لما نوصل كاس العالم ان شاء الله. وبإذن الله نوصل كاس العالم. لأ نخش ونلعب مع فرنسا النهاردة. اهلا وسهلا. هنلعب مع اسبانيا النهاردة. يا سيدي يا مرحب. تمام. مش شرط اكسبهم يعني. بس هعرف اتعامل معاهم. اعرف اقدي معاهم بشكل كويس. دي نقطة من النقط اللي انا زي ما قلت لكم حابب نفرد لها. نفرد لها كتير ونتكلم عنها كتير جدا. طيب. نقطة كمان. النهارده انتحال الافريكي لكورت القدم. تكلم عن فكرة انه يبقى في بطولة اسمها بطولة السوبر الافريكي. دور السوبة الافريكي. دور السوبة الافريكي هي بطولة اشرحها لحضراتكم ببساطة. هيبقى فيها تلات مجموعات. هي هتبقى على فكرة بديل دور الافريكي. هيتم إلغاء دور الافريكي. وهتلاح بطولتين اقل من دور ابطال الافريكي. وهو الكلونفيدرالية. والبطولة الأساسية بتاعت الأندية في القارة الأفريقية يبقى اسمه دور السوبة الأفريقية دور السوبة الأفريقية ده فكرته إيه هم عايزين يعملوا تلات مجموعات كل مجموعة فيها تمن فرق يعني بنتكلم في 24 فريق يشاركوا في هذه البطولة يتم اختيارهم إزاي إزاي الأول بقى أخذ اتنين من الدور المصري أخذ اتنين من الدور المغربية أخذ واحد مش عارف من الدور بوركينا لا هاخد الفرق اللي هي الأعلى الـ 24 الفريق الأعلى في تصنيف الكاف في آخر خمس سنين الـ 24 فريق الأعلى في تصنيف الكاف آخر خمس سنين طيب هيتقسمه إزاي هيتقسمه تلات مجموعات مجموعة فيها شمال أفريقيا ومجموعتين آخرين مجموعة غرب أفريقيا ومجموعة جنوب وشرق أفريقيا ده معنى إيه؟ إنه هيقرب شوية الشكل الجغرافي يعني الأهلي والزمالك لما هيلعبوا في مجموعة فيها ثمان فرق هيلعبوا مع مين؟ هيلعبوا مع الوداد، مع الرجاء، مع الترجي، مع النجم، مع شباب بلوزداد، مع اتحاد جزائري هيلعبوا مع الفرق الكبيرة في شمال أفراقيا في مجموعة واحدة هنتخيل مجموعة من 8 فرق هقولك على سبيل المثال مثلا فيها الأهلي، الزمالك، الرجاء، الوداد، الترجي، النجم السحلي، المريخ، الهلال، السوداني تتكلم في فرق قواية جدا في شمال أفراقيا دي في رأيي رغم أن فيها عليها خلافات، هتبقى مميزة هتبقى مميزة، هتبقى فيها من نفسها أكبر وترحمنا شوية من موضوع السفر في القارة الأفراقيا السفر البعيد أنت بتتكلم في دول الجوار، دول جنبك يعني هيصعد من كل مجموعة 5 فرق يعني كل مجموعة من التلاتة فيها 8 فرق هيصعد من كل مجموعة 5 فرق هيبقوا كم فرق في دور 16؟ 15 فريق هيختاروا أفضل سادس في الثلاث مجموعات يصعد مع الخمسة شفر دو عشان يبقوا 16 فريق في دور 16 فرق كانت لعب زهب وعودة زي دوري أبطال أفراقيا البقائين، اللهم السادس والسابع هيلعبوا مع بعض دوري كده اللي هيكسب فيه هيفضل مكمل في هذه البطولة العام القادم واللي هيخسر هيهبط مع أصحاب المركز السامن في المجموعات يعني أصحاب المركز السامن في المجموعات في المركز السامن هيهبطهم ويهبط معهم الخسران في دوري السادس والسابع وبعد كده ياخدوا من البطولتين التانيين البطولتين التانيين اللي هم هيبقوا أصغر شوية زي الكونفيدرالية كده هياخدوا منهم السنة اللي بعدها الفائز فيها أو صاحب المركز الأول والتاني يلعبوا في دوري السوبة الأفريقية كلام على 20 مليون دولار جواز في هذه البطولة الكلام إنه ده كان اقتراح من البنتين ورئيسة حد دولي ووافق عليه الكاف ووارد إنه يتطبق فيه أغسطس القادم في شهر 8 اللي جاي ده وارد كله ده وارد قدوا بالكل أنا أقولت لكم ده كله دي المعلومات المسربة عشان كده بقولك أو أو دي المعلومات المسربة لم يصدر من الكاف شكل رسمي لهذه البطولة حتى هذه اللحظة ولكن الكاف استطلع رأي بعض الأندية النهاردة في هذه البطولة وكان منهم النادي الأهلي اللي رحب بشكل مبدئي بهذه البطولة لحد ما يسمع تفاصيله ويعرف الجواز المالية وخلافه في هذا العمر عموما تعالوا نشوف رأي من المغرب عن هذه البطولة مع الكابتن حسين كتابي المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور صباح الخير أستاذ رمزي وصباح الخير المسامعين المشاهدين الكرام بهذه القناة الرائعة قناة البطولة المصرية وتحية إليهم من أهل المغرب ومزيدا من تلقى لهذه الإدعاء في نشر التقافة القروية الرياضية بمتئس أهلا بك يا فندم أنا كنت عايز سألك عن رأيك في اختراح دوري السوبر الأفريكي نعم تفضل حضرتك بس أل حضرتك عن رأيك في الاقتراح المقدم من الكاف حول بطولة جديدة للأندية الأفريكية اسمها دوري السوبر الأفريكي نعم فكل القارات العالم تبدع في خلق بطولات والهدف منها هو الارتقاء بالمنظومة الكروية داخل قاراتها فالنقاش حول هذه المسألة أي خلق نوع جديد من هذه المباراة هذه المطولة فهو يبقى لحيث الآن غير رسمي وبالتالي فكل بالنسبة للبرقة المغربية والعموم وفريق الهدف المكان فكل خطوة أو كل مبادرة تخدم الكرة القدم الإفريقية فهي معها لخاصيتين اثنين أولا الخاصية الأولى هو تنمية الكرة تنمية أو تطوير الكرة الإفريقية والخاصية الثانية وهي الارتقاء والعدالة داخل القارة الإفريقية وبالتالي فالاحتكاك ما بين الدول في مختلف المسابقات فهو جد محمود لدى الفرق وبالتالي فالحديث عن خلق هذا النوع من المطولة فهو سابق لأوله بحيث أن الكرة الإفريقية يجب أن تتطور شيئاً فشيئاً والمقاربة التي تقول بضغط المباريات فهي غير ليست في صالح الفرح والنوادي وبالتالي فالمشاهد أو المحلل لمشهد القرع الإفريقي يقر بأن هناك تفاوتات عديدة ما بين الدول فدول شمال إفريقية أو قرة شمال إفريقية ليست لها مميزات عن قرة مثلاً في جنوب الصحراء أو الساحل وبالتالي فالقرة الإفريقية يجب عليها إعادة النظر كذلك في الأمور التي هي تجرب الآن بحيث أن الكونفيدراليا الإفريقية مثلاً فهي بدأت في سنة 1993 وبدأت تتطور إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن حيث أن هناك منعرج أضافة الكثير من المسائل الإيجابية بالنسبة لقرة القادمة لنأخذ مثلاً القرع الإفريقية ففي 2008 كذلك تغيرت شروط الولوج لهذه المباراة وبالتالي فالتدرج في خلق بطورة أخرى فهو لا زال لم يقتنع به بعض الدول ولكن القرى الإفريقية دائماً في التطور ولعل المستوى الذي شاهدناه في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون غير دليل على أن القرى الإفريقية تضاهي مثلتها في العالم كابتن الحسين كتابي على المتحدث باسم نادي نهة البركان المغربي أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة والمشاركة في هذا الموضوع يعني زي ما قلت لكم أنا ميال ليها طبعاً ما عنديش جوانب السلبية لسه فيها بس الإيجابي منها عجبني فكرة التنقلات الكبيرة اللي كانت بتحصل لأندية المصرية في أماكن بعيدة جداً في القرى الأفريقية كانت مرهقة جداً وكانت بتأثر علينا كمان هنا في مسابقاتنا المحلية فكرة إنك عشان تسافر تقتربعة أيام في المكان وتقعد يومين هناك تاخد ست أيام ولا حاجة وترجع مرهق في الدولة المصري فتطلب مباراة مؤجلة لكن لما تلعب في تونس أو المغرب أو الجزائر أو السودان الأمور أسهل وأقرب بكتير جداً وأعتقد هتبقى الدنيا أحسن أحسن جداً لو ده حصل بس طبعاً أكيد الأندية المصرية هتدرس هذا الأمر عشان تقول رأيها بشكل نهاي الأهلي إذا ما قلت لكم أبدا موافقة مبدئية ولكن لسه محتاج يعرف تفاصيل أكتر والنهاردة في كعس العام الأندية منتيري كسب الجزيرة 3-1 في مباراة المركزي الخامس والسادس والهلال عمل مباراة كبيرة جداً هذه السعودي عمل مباراة كبيرة جداً قدام تشالسي الإنجليزي الهلال النهاردة خسر 0-1 قدام تشالسي هدف كان من خطأ دفاعي صعب جداً من الهلال سجلوا طبعاً لوكاكو الهدف الكبير عشان شالسي يصعد ليه النهائي ويواجه بالميرس في نهاية هذه البطولة والهلال يضرب موعداً رائعاً مع النادي الأهلي على المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 3 عصراً مواجهة عظيمة مواجهة رائعة لكلاسكو العرب الهلال والنادي الأهلي الهلال عنده فرقة رائعة جداً والأهلي كالعادة عنده فرقة رائعة جداً واسم كبير جداً في القرى الأفريقية فالمواجهة دي مواجهة حلوة تتفرج عليها أنا النهاردة كان نفس الهلال يكسب من منطق إنه حابب إن الهلال السعودي فريق أشقاء وفريق أستحقه وفريق مكتهد وفريق رائع وعنده لعبين رائعين كنت حابب أشوفه في نهاية كاس العام الأندية بس في نفس الوقت كنت حابب أتفرج على المواجهة بتاعت الهلال والأهلي حلوة هتكون مواجهة حلوة قوي 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 في البطولة واحدة من أهم المباراة يمكن اللي هيبقى فيها هندية لتلعب في البطولة دي بين الهلال والنادي الأهلي متوقع فيها أهداف ومتوقع فيها إصارة شديدة جداً وأداء رائع جداً من اللعبي الفريق إن شاء الله مواجهة عظيمة بين أشقاء رائعين سواء النادي الأهلي أو نادي الهلال بالمناسبة الفريتين اللي عموا مع بعض أبو كده أربع مباراة فازي الأهلي مرتين فازي الهلال مرة وتعايد له مرة واحدة أول مواجهة كانت بين الأهلي والهلال في دي أول مواجهة للأهلي والهلال في المنديال وتاني مواجهة بين الأهلي ونادي سعودي كان الأهلي قابل الاتحاد في 2005 وخسر واحد سفر تفاكرين أول مشاركة للنادي الأهلي في كاس العمل الأنداف 2005 كان خسر بهدف دون رد أمام الاتحاد ودي تالت مواجهة بين الأهلي وفريق عرب الاتحاد الاهلي وجهه في 2005 والدحيل الكاتري الاهلي وجهه اللي سنة اللي فاتت 2021 عموما مواجهة كبيرة مواجهة رائعة ان شاء الله تاريخ مواجهات الاهلي مع الاندية السعودية الاهلي لعب 16 مرم مع الاندية السعودية فاس في 7 وتعادل في 5 وخسر في 4 وسجل 22 هدف واستقبل 15 هدف ده الاهلي قدام الفرق السعودية عموما مواجهة حقيقي يتقال عليها مواجهة منتظرة يعني يوم السبت ان شاء الله هنطلع بإذن الله بالليل بإذن الله هنكون بنتكلم على مواجهة بين أشقاء كنتبه مواجهة محترمة الفرقتين يدنموا أداء محترم في روح رضية وفي أداء عالي جدا من الفرقتين الفرقتين بتكلم في أهم فرقة في القرارة الأفريقية وأهم فرقة في القرارة الأسيوية أهم يعني أهم فرقين تقريبا في الوطن العربي من أهم الفرقين من أهم الفرق اللي في الوطن العربي سواء النادي الأهلي أو نادي الهلال السعودي نستمتع بهذه المواجهة الكبيرة بإذن الله طيب معنا عبر سكايب واحد من الأسماء الكبيرة جدا في تدريب حراسة المرمى في مصر واحد من الأسماء اللي اشتغلت مع منتخب مصر مع جهاز بوب رادلي في وقت سابق الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدارب حراس منتخبنا الأصبك يا فندم صباح الخير مشرف ومنور كالعاد سكاك كريم وحشي يا الله ده شرف لايه طبعا أن أكون معاك على طول ده شرف كبير لايه يا فندم أخبار حضرتك إيه تمام الحمد لله طيب أنا الأول هسألك قبل ما نخش على منتخب مصر وتفاصيل كثيرة جدا عن المواجهة الكبيرة اللي هتجمع النادي الأهلي بالهلال السعودي يوم السابت في كاس العالم الآن ده تبقى ماتش جامد ماتش صعب فلت الهلال النهاردة توركت عليها فعلا أنا يعني فعلا ككورة عربية أنا فخور بيوم بلعبه وشالسي كان يتفرج على ماتش في الدور الإنجليزي ماتش مفتوح ما لعبوش ديفينس ولا الكلام ده ولا هجمات المواجهة ده ماتش مفتوح ند بالند أنا شايف أنه هو أداء يشرف الكرة العربية كلها يعني مش السعودية بس فطبعا هنكون ماتش قوي جدا وماتش كويس وإن شاء الله نتفرج على بطولة عربية بين السعودية ومصر وإن شاء الله الكويس اللي يكسب بروح رياضية وفرقيتين كويسين ويعتبروا أحسن فرقة في أسيا وأحسن فرقة أفريقية فأنا أعتقد أنه هيبقى ماتش كويس جدا وفرقيتين الله أعلم من لا يكسب الفرقيتين اللي هم حظوصهم ما تقدرش تقول من اللي يكسب بس هيكون ماتش صعب على النادي الأهل رأيك كيف المستوى اللي بيقدمه عالي لطفي مع النادي الأهل في هذه البطولة؟ هي عالة ثقة يعني أنا كان نفسي عالي بعد ماشي زماني قبل كده وإحنا نرجع وراء صد بلانت والأهل الكيس فكان ياخد مع تشياته وكده النمب بيقعد ثلاثة أربع شهور ما بيلعبش وقدم تنحطه فتبعا هي عملية ثقة هي عملية الحارس كلها يعني عملية الثقة بياخد كامفرس داعه والثقة بتاعته فهي دي اللي بتديره الدافع فإنما عملية طبعا مع عدم الثقة يطرها بقى كويس بقى وحش بيهتم بحاجات بقى بره الملعب يقعد يفكر فيها فطبعا لو أنا وحش الناس هتقول عليا ايه طب لو أنا كويس بتخرب بره تركيزه فأنا عازره برضو أنا مفيش عازره الجنين اللي دخلوا يعني ماتش مونتريا عمل ماتش كويس شها الكرة كويسة اللي بالهد وقلت الحمد لله كويس يبنى عليها الجنين اللي دخلوا معا ما اعتباش خضأ مباشر منه بس كان ممكن يلعمل عليهم أحسن من كده لو احنا شوفنا الجنين أولاني محدش يتكلم عليه شوفت أنا جميع التحليلات والكلام ده يعني انت عارف انها متابعة كويس لو تشوفوا هو لما وقفوا زق زق برجل العكسية مفروض الكرة على اليمين هو هزق برجل الشمال فأطلع زي ما تقول قوس كده فما انزلش بسرعة يقولي تاني كان جاس نزل على الأرض بسرعة فممكن يعمل الأنواة صعبة وبشوفها في حراس العالمين بيعملوا كده بس هي خطأ غير مباشر بس كان ممكن يبقى حسن من كده يعمل التعامل معهم حسن من كده ممكن يدين نفس فرصة انه صداء ممكن بس مش يعني ما عملش الأخطاء اللي هي اللي الناس سايف أنا أنا صعبان عليها بصراحة أنا صعبان عليها صعبان عليها فربنا ربنا يسر ويعمل ماشي كويس بكرة وناخد البرونزية ويتديو لستكا في النفس طوقات المستوى الرائع جدا لمحمد أبو جبل في كيس الأفريقية؟ محمد أبو جبل حتى كنت معاك قبل كده وسألتين انا قلتلك انه عنده شخصية وعنده ثقة فطبعا زي ما قلت حضرتك القنفسة أول ماتش المنزل وكرة لصداء لو انت فاكر ماتش كوردو بوه كرة صدام المقص اداده ثقة في نفسه وبدأ ياخد جو الماتشات والكلام ده طبعا أنا فخور بي جدا وهذا كويس وعنده ثقة وعنده الشخصية القوية ما يتهزش فده طبعا شيء طبعا إيجابي وإذا ما أقولك زي هو وشناو توبا عنده 33 سنة وشناو 33 و34 يعني لو هم في سن 23 والكلام ده كان عندهم يبقى فرصة احتراف أكبر كبيرة فهنده كويس لكن للأسف عندنا الحراس في المرمى بيعود يلعبوا 87 سنة لحد ما يعدوا 29-30 سنة يبدأوا يتعلقوا بياخدوا من خبرات الماتشات اللي عبوه فبيبدأوا يبقوا كويسين بدليل حضري مثلا احنا 20-18 كان فوق 30 سنة طبعا قبل كده كان بيعمل أخطاء ومكانش في حاجة فأنا بقولك بالنسبة لو كابل عشان ما نخش في موضوع تاني أنا فخور بي جدا وربنا يكرمه وعلى أقل دلوقتي عندنا حارسين ممكن نعتمد عليهم في أي ظروف إنك من هنا المارس ما تعرفش الظروف لأقدر الله أي حاجة تحصل على أقل بدل ما كنا عندنا واحد دلوقتي عندنا اثنين نعتمد عليهم في أي وقت وبرضو بصراحة بصراحة عشان ما بحبش أجهله واحنا بدون قصد كلنا أجهلنا ما فعلوا في هذه البطولة محمد الشناوي تقلق في الدور الأول بشكل رائع جدا وكان أفضل حارس في البطولة في الدور الأول فأيضا محمد الشناوي ستحق الإشارة يا فد طبعا أولا حضرتك كريم لو الشناوي ما كانش موفق في المطشد دي ما كناش وصلنا لأدوارنا هي الشناوي لو أنت ماتش نجيريا مثلا إحنا خسرنا واحد بس كان فيه كنا ممكن نخسر تلاتة أربعة شناوي مسك تلاتة أربعة انكزات ماتش السودان برضو الشهال الكورة كويسة جدا كانت تبقى واحد واحد ماتش غني الشهال الكورة كويسة جدا يعني ممكن لو مش الشناوي موجود ما كناش وصلنا للمجموعات ولو أبو جبل ما كانش موجود وتقلق ما كناش وصلنا للمجموعات نهاية فإجمال الاتنين عشرة العشرة يعني الاتنين بنا بقول له أولا من هنا إن شاء الله المارس الحد 14 مارس احنا ما عندنش مشكلة لأقدر لأي حاجة تحصل عندنا اثنين موجودين لو الأقدر واحد منهم متصاب بتتعرفش الظروف ايه يبقى فيه الثاني احنا لو كنا لو فيه واحد بس كنا نحط إدينا على قلبنا بس الحمد لله دلوقتي الحاجة كويسة إن عندنا اثنين بي نفسوا باع وده أول مرة تحصل من مسافة طويلة من أيام الحضري مكانش في حد مكانش في حد بنافس الحضري النهاردة عندنا اثنين تحط أي واحد فيهم انت دلوقتي محطار هتحط مين فيهم فده طبعا شيء كويس طبعا للمنتخب نقدر نقول إن عسام الحضري تقلق في أول مهمة لي يعني أول مهمة كبيرة لي مع المنتخب كمدرب لحراس المرمى طبعا الكريدت بروح لكله حتة بس هي حتة الإزازة دي والكلام ده كلا يعني أنا كنا ممكن تتعامل بطريقة أكثر احترافية يعني الإزازة والكلام ده بلوه عشر خماش عشر سنة يعني تعرف زالما يكون داخل الامتحان وانت مذاكر كويس قوي يعني أنت بيقعد مع المحلل بيديله شوق كل العيب يشوت بيجيب له آخر مثلا خماش عشر بلانت شاطو مثلا أو عشر بلانت شاطو ويعرف البديلانجوس اللي هو بيتحرك منين هيروح فين لو جاء من ناحية ده يقع شوطه فين وبيحفظه يعني مذاكر ما تبقاش مذاكر كويس قوي واخد معك برشاة وتتمسك بالبرشاة في ورقة صغيرة كده كلام ده بتاعها وكانت ممكن تجيب قديل الملفدة للنظر ما عرفش اللي حصل والشو ما عرفش بس طبعا إجمال كله الكريدت كله طبعا بيروح للجهاز كله والعيبة كلها ما حدش أثر من الجهاز ما حدش أثر من اللعيبة أنك توصل النهائي شيء طبيعي هي حاجة بس أنا كنت مبسوط جدا وفرحان جدا أنا أقول مر كريم تعافنا معك بقى 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 طبعا بعد ماشي الكاميرون حسيت ينظف قلبي كده يعني خبرتنا مثلا مع ميجي الليك ساكر مع جالكسي خمسة فاينل كنا بنوصل لنا قبل النهائي وما بنفسي وروح الفاينل شفت احتفالات في الملعب احتفالات في القط اللبس احتفالات في البتو بيس احتفالات في الفندق وقابلها بيوم الكاميرون لما سنغال كثبت الماشي اللي الأقصال النهائي ما كانش فيه أي أماني راح سلم مع المدرر واحد ودخلوا وما سمعتش حاجة عنهم خالص أفلوا عن نفسهم وما سمعتش حاجة لقد وجدتنا في مصر أننا كنا نحن كسدناها فذلك ساينل ما كنتش فانا اللي حصل ما كنتش مستقرب له كنت خاف منه وما خاف منه حصل أننا نحن كسدناها بسبب يعني بلانتشات بس برضو بنتعلم هذه خبرات ونتعلم منها وعبها صغيرة عندنا بتتعلم منها ما نحتفالش أما نكسب والبتو بيوم الكاميرون وقدناها نبقى نجن كما نحن نعلم طيب طيب كابتل زكي عايز أسألك عايز أسألك على حاجة هي ذكرى مش عظيمة بس برضو ناخد النصيحة منها أنتو كنت وجهاز فني محترم جدا مع بوب رادليج من أفضل الأجهزة الفنية يمكن اللي جات مصر كنتو عاملين نتائج رائعة جدا وكان عندكم نفس نظام تصفيات كاس العالم وكان عندكم يمكن نفس الحظ العاسر أن أنتو وقعتوا في القرع بتاع التصفيات النهاية مع أقوى منتخب في القرى وقتها المنتخب الغاني وحصل اللي حصل وقتها عشان ما نرجعوش تاني للذكرة إحنا محتاجين إيه كنصايح في مواجهتين السنغال في المرحلة النهائية عشان حظينا مرة أخرى وقعنا مع أقوى منتخب في القرى حالين نتعامل مع المباراتين دول إزاي بذكاء أقول لك كريم فاكرة ما كنت معاك وما كنت في مصر في أول يناير طبعا وأنا قلت لك إحنا دلوقتي الإجهاز ده كواس جدا أنا بقى احترم كروش جدا والراجل كواس جدا بس طريق تلابوا أن نحن هنلعب صعب يخش فينا جون وصعب نجيب جون بدليل أن نحن لدينا سبع ماتشرة ونجيبنا أربعة توقع ندفع فينا جونين بس طبعا الفرقة بقى لو أنت في مجموع أو كلام ده ممكن بدربات جزائية إنما ماتشيني السنغال أنت دلوقتي ما يشير قدامك اللي لازم تكسب في ماتش السنغال لازم استراتيجية بتاع الفكر الطريقة اللي بتلعب يعني إحنا ما عملنا إيه؟ يعني أنا أريد الإعلام كريديت والناس كريديت والسوشيال ميديا كريديت إنه ضحطوا ضغط على الجهاز الفاني أو كروش وكذا أنه كنا كان بنقلف وبنعملوا عايزة يباين حاجاته لما راجع كل واحد بمكانه وليها بمكانه والروح اللي عندنا وصلنا النهاية نفس اللي هي الحتة الهجومية إنه إحنا لازم التوازن بين الدفاع يعني بيأخذ مرموش عشان مرموش مثلا بالعاوة عشان بيعمل حاجات الأداء اللي لما بنفذ الكرة بيبقى أكتر منه إنه ملتزم نصف محمد بيرجي على الاتنين للسدر بالتلعاوشي في حاجات كيفية في حاجات بقى اللي هي الدفاعية دي كويسة جدا وبشغل عليها كويس ومنظم جدا عاديين الحاجات الهجومية خاصة في المطش الأولاني المطش الأولي محتاجين نكسب واحد أو اثنين محتاجين نكسب عشان نروح نحط الضغط عليه ومناق فلازم الاستراتيجيات تتغير شوية ممكن التوازن ببقى بين الهجوم والدفاع بس إن عندك الحتة المنتالة إنك انت الأتاك أكتر إنك تبقى هجومية أكتر إنك لازم تجيب بجوه ولو بدت تجيب في يوم هجوم في يوم هيفتحه فأنا شاف بس الاستراتيجية بتاع الكرش تتغير شوية من ناحية الهجومية شوية بس في التلت الأخراني الهجومي وفي نص الملعب اللي هو الأتاك المنتالة زي ما بيقولوا ده اللي أنا شافوا إنه ممكن نكسبهم وإن شاء الله بالروح بتاعتنا هنكسب بإذن الله إن شاء الله كابتن الكبير كابتن زاكي عبد الفتاح مداري بحراس مرمى منتخبنا على الأسبق أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة القيمة كالعادة شكرك شكرا جزيلا طيب يا رب يا رب طبعا أنا دايما أنا أصلا هو أنا كان عندنا نفس نظام التصفيات وقت بوب رادلي وحظنا وقعنا مع غانا القرى وقعتنا مع غانا دلوقتي وقعتنا مع السنغال بس أنا متفائل جدا المراتي متفائل إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بروح وإرادة وفنيات وأداء ورجولة من اللاعبين إن شاء الله نبقى موجودين في كاس العالم الجولة التامنا النهاردة رجعت في الدوري الممتاز إن بيتعادل مع مصر المقصة سلبيا سفر سفر وطرق الجيش خسر قدام الجنة سفر واحد هذا في الجنة جابه إسلام عبد النعيم في الديئة 14 عودة هادئة للدوري الممتاز ولكن خلاص بينا نحب الدوري إحنا أوش ليه؟ إن الفرقة كلها باعت حلوة وإن العشان ما نعيدش تاني أو نعيد أو نعيد يعني ده الهدف هوا هدف هدف إسلام عبد النعيم النهاردة هدف الجونة طيب هدف جميل هدف ملعو بما إننا بقى بنتكلم على مواجهة مصرية سعودية فمن الأسماء الكبيرة جدا اللي لعبت في مصر ودربت في السعودية واحد من الأسماء المحترمة جدا اللي بتشرف دايما بتواجدها معي الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن يا كابتن عادل صباح الخير مشرف ومنور أهلا يا حبيب إزيك وحشنا والله وأنت كمان يا كابتن عادل أخبار حضرتك إيه؟ أخبارك إيه الحمد لله المواجهة كبيرة جدا ومواجهة مش سهلة لعلينا ولا على الجانب السعودي نادي الهلال مواجهة أهلوية هلالية مصرية سعودية إن شاء الله تكون محترم رأيك إيه في هذه المواجهة؟ أبوس عايز أقولك يعني نادي الهلال نادي كبير ونادي الأهل نادي كبير أهم ما في المواجهة أننا ضمننا برونزية لفرقة عربية هذا رقم واحد عظيم وأنا أتمنىها لأهل طبعا أكيد إن شاء الله يعني ولكن المبرامج سهلة فرقة الإيهلال فرقة محترمة عندها العيبة قوية جدا عندها محترفين على أعلى مستوى بيلعبوا بتكيك علي أوي النعرض اللعب ماتش علي أوي تشيلسي صحيح يعني تشيلسي مكسبهمش بسهولة صحيح بالعكس إذا أهم كانوا أفضل أهوأي كبير كوي كان الأفضل وأضعوا محمد كانوا أضع فرصة أوكلوريا أضع فرصة التعادل أكتر من فرصة يعني ولكن المباراة اللي جاية هتبقى مباراة حمسية عربية هتبقى فيها النحية في النية علي أوي وفرقة الهلال فرقة جاهزة يمكن هم من السنة دي هم أقل شوية أتكلم في الدوري أقل شوية عن الموسم اللي فات في الدوري وترتبهم الثالث ولكن عندهم مباراة متبقية ولكن هتبقى مباراة خوية وأتبقى مباراة حمسية إن شاء الله أو تبقى ندي فأتركوا اسم النادي الأهل المصري والهلال السعودي رأيك إيه في أداية النادي الأهل في هذه المطولة؟ والله يشوف النادي الأهل أعمل إعجاز غير عادي المباراة الأولى؟ أنت تخيل يا كريم لما يكون عندك 12 لاعب غايب عنك وأهم عناصر وأعمدة الفريق وتكسب من تري المباراة الأولى بالأداء وبشكل جيد وبلعبين نقصين 12 فهذا إنجاز كبير النادي الأهل اللي يعرف المستحيل كلمة الأهل بمن حضر دي حقيقة ولكن المباراة اللي بعديها برضو في دل الإجاب مع اللعبين عملوا اللعبة اللي جات من كسا أفريقيا كان عندهم إجهاد فالنادي الأهل أنا من وذية نظري أدى أداء مميز جدا في البطولة دي إن الناس وكانش متوقع إن النادي الأهل ممكن يحصل ينتقل للدور اللي بعد بس عارف يا كابتن عادل هو النادي الأهل نفسه اللي رفع سقفة محطنة بعد ما فاز على مونتيري يعني ما كانش حد المتوقع إن أهل يكسب مونتيري بالغيابات دي كلها والظروف دي لما عمل أداء جيد كمان قدام مونتيري هو ما يكسبش بس بهدف هو عمل أداء جيد قدام مونتيري وضايق أكتر من هدف خلينا نستنى مباراة بالميرس دي إنه الأهل هيعمل فيها مباراة كبيرة جدا مع النادي الأهل المفترض إنه بيلعب فرقة كبيرة بالميرس يا كريم فرقة بتدخل نص النهائي يعني مرتاحة أكثر مباراة واحدة خلينا نبقى فيها عقلانية شوية يعني أنت بتتكلم على الدور البرزي وانت بتتكلم على فريق القيمة التسوقية بتاعته حوالي داخل في 182 مليون يورو حال؟ القيمة التسوقية بتاعت النادي الأهلي 31 مليون يورو فأنا بكلمك بص الفرقة دي هو بس يمكن زي ما أنت قلت إحنا النادي الأهلي دائما حتى لو بيلعب ريال بغريت فإحنا مطالب إنه يكسب إحنا ما بنحبش نخسر ولا بنحب إن إحنا نعمل أداء غير عادي النادي الأهلي سفير كتير لمصر في البطولات الخارجية فعلشان كده النادي الأهلي حتى لو بيلعب أي فرقة الجمهور عايزوا يكسب ولكن بالمشاكل اللي حصلت قبل البطولة دي النادي الأهلي كويس إنه عمل كده يعني النادي الأهلي الشر في الكرة العربية بكلمك على 12 لعيب غاية إنت لما محمد صلاح بيغيب عن ريفر بول ريفر بول ما بياخدش فان طيب غاب عن ريفر بول دعم منه دول ودعم منه كاس أوروبا وما كانش هيدخل بطولة الأوروبية صحيح وأي اتنين لعيبة بيغيبوا عن أي دين كبير في العالم بيتأثروا ماذا لك أنت كل لعبة المنتخب غيبة عنك ستة سبعة لعيبة أربع إصابات وولاد زغارين كانوا بيلعبوا وناس ما كانش بتلعب كثير لا النادي الأهلي عمل أداء كويس أو فعلا طموح الناس زادت لما كسبنا المباراة الأولانية ولكن النادي الأهلي بيلعب بأي حد ما بيلعبش بأي حد حتى لو راح بالناشئين طيب مطالب أنه يكسب كابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن نجميل نادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب نحن ناخد شوية أخبار كده قبل ما نطلع لليوفنا النهاردة أخبار فيه أخبار مهمة أخبار مهمة جدا كمان النهاردة مصدر فيه النادي الأهلي قال لنا أنه فيه أحد الوكلاء عرض مهند لشين على النادي الأهلي وموسي ماني أبدأ التحفز على هذا الأمر ليس تقليلا من مهند لشين ولكن ليه كسرة اللاعبين في وسط ملعب النادي الأهلي في هذا المركز مركز مهند لشين والأهلي فعلا عنده وفرة من اللاعبين في هذا المركز فممكن ما يكونش محتاج مهند لشين رغم كمته الكبيرة طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي أيضا في النادي الأهلي محمد بسام اسم بدأ يطرح مرة أخرى محمد بسام حارس مرمى طلع الجيش الزمزاء اللي حصلت من مستوى علي لطفي في هذه البطولة وبطولة كأس العالم لأن ده خالت الأهلي مرة أخرى يفكر في حارس مرمى بديل أو مع محمد الشناوي كلام على محمد بسام محمد بسام الأهلي كان بيفكر فيه مع بداية الموسي مؤجل هذا الأمر الأهلي بيفكر في محمد بسام مرة أخرى النهاردة كابتن محمود الخطيب عمل جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور حسام غالي عدوا مجلس الإدارة وساد عبد الحفيز مدير الكرة خلال الجلسة الكابتن محمود الخطيب حفز اللاعبين وأكد لهم على دعم الإدارة قبل مواجهة المركز الثالث والربع اللي بقت مواجهة نادي الهلال الكابتن محمود الخطيب أكد على ضرورة غلق صفحة مباراة بالميرس بسلبياتها وإيجابياتها وتركيز على المباراة اللي جاي ده بالنسبة لاجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لعبي النادي الأهلي أيمن أشرف اعتذر ليه لعبي الفريق النهاردة في التدريبات وبعد ما خد بطاعة حمراء في مباراة بالميرس بسبب التهور والتدخل المتهور في وقت كان الأهلي ضاقت على بالميرس وكان ممكن يقرب بالنتيجة الأهلي كان متأخر بعد فيه ما كانش ضروري هيتعادل الأهلي بس الأهلي كان في حالة كويسة وده اللي قاله المسلماني في المؤتمر الصحف إنه تردأ أثر على الفريق بشكل كامل حتى لو كان في العشر دقايق الأخيرة وأنا تكلمت كتير عن أيمن أشرف مباراة بس مش عايز حد يظلم أيمن أشرف يعني برضو إيه أيمن أشرف ما يتحملش أبداً خصائب بالميرس ما يتحملهش أبداً وأنا لما تكلمت مباراة على أيمن أشرف مش بحمله برضو خصائب بالميرس أنا بس بقول لمدافع كبير لو خبراته راجل أداءه ممتاز بيلعب في ثلاث مراكز في الملعب بيلعب في الدفاع وبيلعب في مركز الضغير الأيصر وبيلعب في مركز نص الملعب زي ما شفناه مع منتخب مصر لعب مميز جداً لأي مدير فني التهور بيأثر عليه وبيأثر على فرقته الكروت الكثير اللي بيأخدها أيمن أشرف كروت نذرات وطرد وضربات جزاء دايماً أول قرار عن دايماً أشرف التاكلينج دايماً ياخد التاكلينج ويعمل مشكلة لنفسه ومشكلة لفريقه دي حاجة تقلق أي مدير فني عشان كده مسماني كان طالع مدائق من هذا الأمر وانتوا عارفين أن المسماني دايماً لما أيمن أشرف بيأخد انزار رحمة سحبه على طم الملعب في مورات سابقة للنادي الأهلي دي لازم يتطور فيها أيمن أشرف عشان يفضل كما هو مدافع كبير مهم للنادي الأهلي ولمنتخب مصر طيب مصدر في النادي الأهلي قال لنا لرقم عشرة إن خسارة الأهلي من بالميرس مش هتأثر على ملف تجديد عقد مسماني مع الفريق وده شيء محترم جداً وده شيء محترم جداً أي حاجة هتحصل في كاس العالم للأندية مش من الضروري ومش من الصح أنه يتحملها مسماني هو الراجل راح لعب بمجموعة لعبين بظروف صعبة بغيابات بالجملة سواء غيابات الترارية أو غيابات بسبب اللي حصل من الفيفا والكاف والبطولتين اللي تلعبوا فقط واحد واللعيبة المرهقة بتوع المنتخب ما يحسبش بصراحة مسماني على هذا البطولتين ممكن تحسب على أي حاجة تانية يعني لو النادي الأهلي عايز قايم مسماني على مدار مشواره براحته بس لو هيبقى القرار بتاع التجديد من عدم وبسبب المطولة دي بقى ظلم والأهلي بيقول لرقم 10 مصدر في النادي الأهلي أنه الخسارة من بالميرس مش هتأثر على التجديد لمسلماني طبعا لسه الأمور في التجديد فيها مناقشات بين المدرب وبين النادي الأهلي مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عقد جلسة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق منقش التجديد عاده زمالك بجهز كل حاجة لأبو جبل حتى الأمور المالية وتم وضع أرقام مناسبة لللاعب بعد طبعا تقلقه الكبير في كأس الأمر الأفريقية عاد أبو جبل ينتهي بنهاية الموسم الحالي وبالتالي هو في هذه اللحظة في هذه اللحظة أو يعني من كم لحظة يعني في ينايل اللي فات كان يحق له التوقيع لأي نادي بس أعتقد أنه الأنسب لأبو جبل أنه يكمل مع الزمالك أجاد مع الزمالك يتقلق مع الزمالك ويعمل شغل مع نادي الزمالك عشان هو حارس كبير وحارس مهم جدا وزي ما الزمالك فرق معاه في مستوى في هذه البطولة يكمل مع الزمالك طبعا لو العقد مناسب أو العرض مناسب للطرفين مسؤولي نادي الزمالك عرفوا أن بعض وكلاء اللعبين بيتواصلوا مع الوينش وفتوح سناء الفريق بقى تقلقهم طبعا في كأس الأمر الأفريقية وحذروهم أنهم يتكلموا مع وكلاء وأكدوا للوينش وفتوح أنهم مكملين مع الفريق في الفترة اللي جاية ويغلقوا بقى تماما صفحة كأس الأمر الأفريقية وصفحة الرحيل عن الفريق كلام ما أقول طيب إحنا لسه مكملين مع حضراتكم بس قبل ما أروح لديوفي عاز أقول لكم مباريات يوم الخميس إن شاء الله في الدوري المصر في بنك الأهلي هيواجه سموحة الساعة خمسة ونصف والإسماعيلي هيواجه في يوتشار الساعة تمانية بالليل وفي كأس إيطاليا أطالنطا هيواجه برونتينا في ربع النهائي الساعة سبعة ويفانتوس هيواجه سسولو في ربع النهائي أيضا الساعة عشرة بالليل وفي كأس مالك أسبانيا أتليتك بالباو هيواجه بلينسيا في الدور ربع النهائي الساعة عشرة ونصف في الدوري الإنجليزي الساعة عشرة لربع والبالهابتون هيواجه أرسنال في الجولة 24 وليفر بول هيواجه ليستر سيتي أيضا في نفس الجولة الساعة عشرة لربع طيب تعالوا نروح لتأرير حلو قوي حلو قوي عن الكابتن أيمن دربالا مدرب سبورتين كاسل اللي كان حارس مرمى وبقى مدير فني قصة كده زي قصة مدرب منتخبنا كلوس كيروش اللي كان حارس مرمى وبقى مدير فني كبير نتمنى له طبعا دربالا يكون مدير فني كبير في المستقبل نشوف التأرير وبعد التأرير نروح لفاصل المستقبل يوفرنا الكرام والله طبعا لقب كيروش الغلابة ده طبعا دي حاجة فخر ليا وحاجة شرف ليا أن يتم بقرنتي بمدرب علامي زي كيروش نتفق أنا وهو أو نتشابه في أنه هو كان برضو حارس مرمى وبعدين دلوقتي أصبح مدير فني لمنتخب مصر وقابليها طبعا منشستر ونيتد وريال مدريد ومنتخب إيران ومنتخبات عديدة فدي طبعا فخر ليا بقول اللي أنا لوصلت له ده بفضل من المولى عز وجل شكر كتير لكل من سام معايا وساعد معايا ما فيش حاجة اسمها حارس مرمى أو لاعب أو ممارس بدليل إن في مدربين عظماء ما مارسوش أصلا كرة القدم زي ممرونيو زي البتيجي زي ساري الناس دي ما مارستش أصلا كرة القدم كرة القدم عبارة عن قدرة على قراءة الملعب قدرة على تسقيف نفسك دايما قدرة على أن أنت تعمل تغييرات معينة وتكتك معينة تشتغل به أنت اللي بتكبر الناس أن هي تحترمك يا جماعة إحنا عايزين الثقافة بتاعتنا تتغير أنت أحكم علي بشغلي أحكم علي بنتائجي والدليل زي ما أنا بقول لحضرتك مرونيو ممارسي من أعظم مدربين العالم الناس كلها بتجري أجروا قد إيه الناس كلها بتجري عليهم وتطلبوا وأمثلة عديدة ذكرتها لحضرتك فأتمنى أن نحن هنا برضو نبص للكفاءة ما نبصش كاشوء إعلامي يتسلط أو شبكة ووكا لا أو 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 لا الكابتن نادر السيد دلوقتي خط التجربة أتمنى له طبعا النجاح مع فرق الطامي ومحققين على فكرة حققه نتائج كويسة أتمنى أهم حاجة الاستمرارية يعني ممكن أنا اللي خدمني في موقعك مدير فني الاستمرارية يعني أنت خلاص حتة أن أنت أو لا انتهت من عندك لأن أنت نجحت الأربع مواسم بدأنا من حوالي عشرين سنة مجال كرة القدم زي ما حدارك عارف بنبدأ من الصفر يمكن زي ما كل الناس بتبدأ ممكن أنا لعبت فترة في نادي ملايق كفر الزيات ولعبت في نادي باسيون ممتاز به وبعدين لعبت في نادي كوكاكولا اللي هو في أتشر حوالي ست مواسم فالحمد لله قدرت أن أنا في الفترة دية يعني نقول على قد ما أنا يقدر نعمل اسم في حراسة المرمى الحمد لله راضي تماما عن مسيرتي اللي أنا قدتها بعد كده طبعا ممكن الظروف ساعدتني أن أنا كنت في نادي الكوكاكولا طبعا تغير مسما دلوقتي النادي في أتشر إن أنا أبدأ المرحلة التدريبية بتاعتي التدريب حراس مرمى الفريل أول للنادي كنت في سن ممكن يعني دالي سعيدني إن أنا كنت في سن صغيارة شوية أول ما بدأت الحمد لله بدأت تدريب الفريل أول فده سعيدني إن أنا أكتسب خبرات كتير في المجال ده بجانب الحمد لله إن أنا دراستي أصلا التربية رضية يعني برضو حضراك زي ما أنت عارف إن الدراسة والعلم بيفرق كتير في المجال التدريبي خطفة إن أنا أبقى مدير فني أنا الحمد لله دي هتنكر الرابع موسم هي مدير فني حصل كان عندنا مباراة خارج الملعب في القسم الثالث وكان حصل مدير الفني تقدم باعتذار وكونا رايحين المباراة فتم تكليفي من الإدارة بأن أنا أقود اللقاء خارج الملعب كان مع نادي زيفتا المحترم والحمد لله قدرنا إن إحنا نكسب المباراة ديت وكان بعديها على طوله يعني سبحان الله بتتجمع الأخدار علشان أنت تخش يمكن كرير كان مكتوب لك أو يمكن كان بينطلب مني كتير في الأندية أنا أشتغلت فيها أنا أتشرفت أنا أشتغلت في نادي الصنطة حوالي ست مواسم ونادي باسيون المحترم فكان بينطلب ليه ما تاخدش خطوة المدير الفني فهي الأقدار ساعات اللي بتيسر لنا خطوة ممكن يكون أجلناها شوية فبعدها كان فيه مطش في كاس مصر مع نادي تسوق وخارج الملعب برضو سبحان الله كانت المطشات كلها صعبة ربنا كرمنا وقدرنا نكسب المباراة ديت بعدها كان برضو عندنا مطش في الدوري فقدرنا نكسب فبدأ من هنا مستر يوسف إنه هو يعني بيتكلم معايا أنت عندك قدرات فنية أنت ليه ما تاخدش خطوة المدير الفني فطبعا إحنا المجتمع بتاعنا أو الرياضي مش متعود إنه هو مدرب حراس مارما يتحول لمدير فني رغم المفروض إن الحكم بالنتيجة العمل مش الحكم بالحاجة الحكم بالنتائج قدرتك على تكون فريق اختيار عناصر الفريق ده النجاحات اللي انت بتقدمها التاكتك اللي انت بتشتغل به فطبعا كان استغراب ناس كتير رهنت على فشل التجربة الوحيد اللي خاد الرزق زي ما أنا بقول له حضرتك إدارة النادي المحترمة فعشان كده أي نجاح بينسب إحنا شركاء فيه النجاح مش عشان الكابتن أيمن دلوقتي هو له في الصورة يبقى كل النجاح ينسب له لا أولا توفيق المولى عز وجل ثانيا ثقت إدارة ونادي في شخصي أنا الضعيف جهاز فني معاون لي على أعلى مستوى عندنا لجل التسويق عندنا تحليل أداة على أعلى مستوى الكابتن عمري ياسر عندنا يعني منظومة ساعدتنا على النجاح لأن انت دخلت تجربة مستمدرين فنيين كتر جدا دخلت تحدي مع نفسك ان انت ازاي تثبت وتجبر الناس ان ان انت ممكن تنجح وتحقق النجاحات وزي ما بقول له حضرتك الحمد لله أربع مواسم من الشغل من النجاح فطبعا فعلا كان ريسك بالنسبالي أنا كنت مداري حراس مرمى الحمد لله من سمع مشهور مطلوب فان انت تاخد خطوة المدير الفني ممكن تأثر عليك بعد كده ممكن كنت تفشل وينتهي مسيرتك كمداري حراس مرمى وتنتهي مسيرتك كمدير فني فكان ريسك بالنسبالي خصوصا ان احنا شغلنا هو كرة القدم بس لما بتلاقي جنبك حد بيسندك بيدعمك مؤمن بيك أهم حاجة الإيمان بقدراتك والصبر عليك الإصرار الإجتهاد العمل الإخلاص والإخلاص ده عملة ندرة دلوقتي فربنا بيدي دايماً للمخلص والمجتهد واللي عنده علم واللي عنده خبرة واللي عنده دراية واللي عنده قبل ده كله عنده موهبة بتساعده ان هو يقدر يساعد الفريق اللي هو فيه أو يساعد الأولاد اللي معاه ان هو يوصل بيهم للاحترافية في كرة القدم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة التي ينظمهما الاتحاد حالياً المسابقة الجديدة التي بدأت ملامحها تخرج للنور خلال الفترة الماضية باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ وذلك بعدما اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي مع الاتحادات الوطنية والأندية المتأهلة لدور المجموعات في مسابقتين دور الأبطال وكأس الكونفدرالية بالنظام الحالي على هامش نهاء كأس الأمم الإفريقية من أجل مناقشة تفاصيل البطولة المستحدثة ونظامها وتشير التسريبات الواردة من الاتحاد الإفريقي إلى أن البطولة الجديدة ستضم 24 فريقاً يتم تقسيمهم إلى ثلاث دوريات حسب التوزيع الجغرافي دور اتحاد شمال إفريقيا واتحاد غرب ووسط إفريقيا ودوري شرق وجنوب إفريقيا بحيث يضم كل دوري ثمانية أندية تلعب دوري من دورين بنظام الذهاب والإياب على أن يصعد من كل دوري خمسة فرق بجانب أفضل فريق يحتل المركز السادس في الدوريات الثلاث لتبدأ مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية النظام الجديد لبطولة دوري السوبر الإفريقي سيزيد من عدد المباريات التي يخوضها كل ناد في البطولات الإفريقية كما أنه سيؤدي إلى إلغاء بطولتي دور الأبطال والكونفيدرالية لكنه في الوقت ذاته سيمنح المشاركين أرباحاً مالية ضخمة فهل توافق الأندية لأسيما الكبرى منها على إقامة البطولة أم سيتم الاعتراض عليها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة يا أهلاً بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة اتنين من العزاز جداً اتنين من المميزين دوماً أحمد جاري وإسلام علوي أحمد مشرف ومنور ربنا خليك أخبرك إيه؟ الحمد لله كل حلو ميا ميا جاء إسلام عمل إيه؟ كل أمورك كويسة والفرحان اللي أنت موجود معنا الله يخليك أنا لسعيد جداً حبيبي طيب أحمد عايزي أسألك بدايةً كده عن دور السوق الأفريقية رأيك في فكرة البطولة التسريبات اللي تلعى على نظام البطولة البطولة دي هتبقى مفيدة للأهلي والزمالك تحديدة نحن نتكلم على أكبر نديهم في مصطبعاً ممكن يبقى فيرامد نشوفه والإسماعيل وبعد كده ونشوف أندية مصرية أخرى ولكن هل هي مفيدة للأندية المصرية؟ نحن نتكلم بناء عن المعطيات اللي موجودة عندنا التسريبات والتسريبات أعتقد صحيحة بالنسبة كبيرة هتبقى بالزبط كده أنا في وجهة نظري أن هي فيها مزايا كتير وممكن نشوف عيوب في البطولة المزايا العائد المادي فكرة أن أنت بتلعب جغرافياً قريب منك دي ميزة بس هي عيب من ناحية التانية قبطولة بشكل عام أن أنت شمال أفريق خلينا نبقى متفقين يعني شمال أفريقيا كانت مكتسحة بطولة أفريقيا آخر 20 سنة تعال بس أرجع مع الناس واشرح لهم نظام البطولة بسرعة نحن نتكلم في ثلاث مجموعات البطولة من 24 فريق ثلاث مجموعات كل مجموعة 8 فرق في مجموعة لشمال أفريقيا في مجموعة الغرب أفريقيا في مجموعة الجنوب وشارق وغرب أفريقيا ثلاث مجموعات نحن نتكلم في مجموعة شمال أفريقيا اللي انت بتتكلم تقريباً يعني أهلي زمالك نجمي سحالي تراجي وداد رجاء شباب بلوس داد اتحاد العاصمة ده على سبيل المثال يعني الفرق اللي جنبك فرق شمال أفراقيا فانت هتتحطف مجموعة مع الفرق دي من شمال أفراقيا فانت بتتكلم على شمال أفراقيا آخر 20 سنة أو آخر 25 سنة اكتساح للفرق العربية أو فرق شمال أفراقيا يعني اللهم سان داونز دخل كده في النص مزيم بي شوية لكن في المجمل احنا بنتكلم ان السيطرة لفرق شمال أفراقيا فانت هتبقى حاطة العتاولة بتاعت الكارة في حتة واحدة هيصف بالزبط كده دي هتطلع لك النحية التانية أنا بكلم بقى على العيب اللي هنا ان هتطلع لك شوية حتة ان هتلاقي فرق ضعيفة انت هتقبلها في الأدوار اللي بعد كده طيب الحاجة بقى المميزة فكرة العقد المادي احنا بنتكلم على 20 مليون دولار ده رقم كبير جدا انا في رأيي ان داي لو فرقة نتكلم على فرقة الزمالك فرقة الاهلي ان حد فيهم كسب يقدر يخش مركاته مرتاح يخش ليفل تاني لما يكسب بقى بعدها انت بتتكلم لما هتروح على كاس عالم اندية كريم تقدر ان انت تنافس تقدر ان انت ما نحسش بالجاب ان لما بيبقى في فرقة عربية موجودة وهي بتلاعب فرق شمال متأسف أمريكا الجنوبية او فرق فرق زي تشيلسي زي ريال مدريد زي برشلونة الفرق اللي بتبقى قادرا ان هي تكسب تشمبينز ليك صحيح رأيك ايه انا عايز اقول بس اقول حاجة ان البطولة دي تبدأت مفلسة حتى هذه اللحظة هي بطولة غريبة ديتا فوشاعة لا انا اقول لك منتصرح هي بدأة مفلسة بدليل المتسيب بي يعني الراجل بدأ من دلوقتي بيقول لك الرعاية يا جماعة احنا عايزين دعم هي البطولة يعني عايز اقول انها ترجت معمول لسنتين قداما كريم مش بتدرس لدلوقتي اقول نجاحها مش نجاح لحظي بدليل ان لم حتى هذه اللحظة جاري ما قرروش ان هم يلغوا لا دوري ابطال افريقيا ولا كونفدرالية لو كان البطولة دي هتاخد الشغف الاكبر كان تم إلغاء بطولة من البطولة التانية اللي انا شايف ان هو بيتم اعداد بطولة قوية جدا عشان يستكتبوا الرعاية على شكلة البطولات الكبرى في اوروبا بيشبه البطولات اللي هناك هم عايزين من البطولة ديت من وجهة نظر يعني وبعد البحث عشان افهم افكارهم اللي مش مفهومة عايزين عائد مادي قوي جدا من المنشطات الكبيرة بمعنى ايه انا دلوقتي اعمل بطولتين البطولة الاولانية اللي هي تطلع عليها صوبر طبعا الدوري الصوبر الافريقي هيكون فيها جميع الفرقة القوية من جميع البلدان هقسمها المناطق تلات مناطق منطقة طبعا ديها شمال افريقيا ومنطقة الجنوب وهكذا وحط فيها الفرقة الكبرى سيتساقط الفرقة الضعيفة لقسم التاني كأنه هيعمل قسم تاني هنا بقى الفلترة البطولة دي يتم اعدادها لفلترة الفرقة الضعيفة يلعبه في قسم تاني القسم التاني ده بقى هيكون فيه يعني بعد للفرقة الضعيفة صاحبة الشعبية الاقل فلما تصعد الفرقة كلها كبرى صاحبة الشعبية الكبرى الرعاية هتكتر فبالتالي الشغف في الجماهير هيكون اكبر يبتدي بعد كده الاعلانات تزيد يبتدي بعد كده رعاية خ bes Sherlock فهي فالترة للفرقة الضعيفة أنا سأفع حاجة تانية ويحاولوا اطلعفتنا أنا كنت سيبكوا ليه شفوية كده عمالة أقل فيه دا قلت بجيب دولة أبطال أفراقيا السادة اللي فاتت دور الستاشر كان فيه كام فرقة في دور الستاشر من شمال أفراقيا تعالى نمشي مع بعض واحدة واحدة الأهلي في المجموعة الأولى هو الفرقة الوحيدة من شمال أفراقيا هدي واحد شباب بلوزداد اتنين في المجموعة التانية تلاتة الوداد هدي تلات فرقة التراجي أربعة خمسة الملودية ستة الزمالك تكلم في كم فريق؟ ستة في دور كام ستاشر أنا بس بقى أنا رجعت الجاهري تاني ست فرقة في دور الستاشر أنت اللي هيسعاده من دور الستاشر من ثمان فرقة خمس فرقة وممكن واحدة زيادة واحد ست فأنت إحساسي أنه مش يحصل مشكلة لفرقة شمال أفراقيا أنه أنت في النهاية برضو في دور الستاشر هيبقى عندك خمس أو ست فرقة من شمال أفراقيا ما أنا معاك بس أنا فكرة أنه أنت حصرت الحتة الجغرافية هي قريبة سهلة جدا أنه عشان الدوريات تكمل أنت مش هيبقى عندك مشكلة فكرة أنه إحنا بنقعد خمس ست أيام عشان تروح تلعب مطش وترجع وبتعمل لك مشاكل بالضبط كده لكن لما هتروح تلعب بقى في قلب بالقرة هيبقى هو مطش واحد لكن عكس لما أنت بتلعب كل أسبوع أو كل أسبوعين على حسب ما البطولة هتتعامل وأنا في رأيك يا كريم أن البطولة دي معمولة أنا شايف أن هي تجربة للسوبر ليج الأوروبي بالضبط وإنفنتينو أنه هو يتدخل وأنه هو مدي الموافقة أنا أحساس أنه هو يعني تجرب هنا بالضبط تجرب في الغلابة فهي دي الفكرة بردو فإنفنتينو بيوعد أوقاته مش بيوفيه طب مهال برضو في مازين بيعني وبعد ما كان بيحتفل بالـ 80 سنة على الإنشاؤه وقاله الكرة هناك هتطور وكنه هتطورها وهصرف عليها وعمل لها مصاريف لم يصرف أي شيء وكلام ده من 2019 فمش كل حاجة هيقولها إنفنتينو وينفزها أنا عايز أقول المتسيبي يعني راجل ذاكي جدا هو عامل الجلسة قريبة جدا مع رئيس الاتحاد الدولي هيعودوا مع بعض يتكلموا على رعاية بترعى دوري أبطال أوروبا ترعى دوري السوبر الإفريكي على اعتبار أن هنا هيولد لعبين وهنا هيولد لعبين الراجل بيفكر من ناحية المادية هو متسيبي بيفكر من ناحية المادية هو عايز من البطولة دي بقولها تاني من وجهة نظر الشخصية تفريغ الفرق الضعيفة لدوري أدنى هو مش هيشوفهم في دوري أبطال أوروبا على اعتبار أنهم بيأخذوا مساحة المباراة يجي فجرة السوبرليجة عموما يعني حتى في بيريز لما قالها هو كان فرنتير بيريز يتكلم في أوروبا أخو بالك هي في كل كرة هتلاقي ده يعني في كل كرة أنت هتلاقي التأسيم دي الفرق اللي هم الكرام دولا كرام اللي هم بيسموها يعني الفرق الأغنية يعني زي ما بيقولون وفرق اللي هي بتبقى موجودة ضعيفة نسبيا مستواها قرويا وحتى مدين فهو عايز يعمل فلترة للحطة دي أنا عناني شوية أنا ممكن أكون بصص لبصة بعيدة شوية بس أنا دي بالنسبة لي مهمة أنا فليق كبير تمام؟ عايز ألعب مع فرق كبيرة بالضبط معا الأهل والزمالك والفرق الكبيرة اللي بتشارك من مصر في البطوة دي بتهلك بتهلك ملاعب سيئة سيئة سواء مع فرق سيئة أو ملاعب سيئة أو أجواء سيئة أو سفر طويل أنا عايز ألعب مباريات كبيرة عشان معلش بصراحة يعني سأكلمكم بصراحة وده يدخلنا على كاسة عامل أندية أنا عايز الأهلي لما ياخد دورة أبطال أفريقيا يبقى رايح كاسة عامل أندية هو فرق جمدة جدا لكن هو برضو احنا شفنا مستوى البطوة الأفريقية في السنوات الأخيرة عمالة قل مش بتزيد فلا نخلي المنافسات قوية نضمن كبان فرق المصير لما تسعد لكاسة عامل أندية وتلعب الفرق والفرق اللي بتعاني ماديا انت أخذ بالك إحنا إحنا بإزاي بالضبط إنت بإزاي أوروبا إنت أوروبا مثلا في عائد مادي جاي من الجمهور عائد مادي جاي من بيع إحنا ما عندناش ده أصلا بشكل كبير فده يعوض لك شوية فكرة أن أنت تخش وتنفس يعني أنت تتفرج النهاردة سكواد الهلال عامل إزاي يا كريم للشهود مرعب طبعا أنت بتتكلم على أقوى حتى الفرق اللي بصرق محترم يعني أنا شايف أنه من أقوى فرق الشرق الأوسط يعني فرق مرعبة فرق سكواد انت بتتكلم راجل جاله سي في بص عامل إزاي مراجع عامل إزاي وقبل كده ديوفانكو لعب في الهلال فانت بتتكلم على سكواد غير طبيعي جومز بالضبط يعني دا كم مرعب يعني ها راح جلت صرايف وفري غالب أنا فانت عايز تخش يعني تنافس مع الفرق دي بالأسامي دا والقورة دلوقت يا كريم ما بقتش زي زمان قصة الانتماء ولا أنت معاك فلوس هتقدر تجيب تستقطب لعيبة وتقدر تخش المركاتو كل ما يبقى معاك او قادر ان انت تشتري ماديا لعيبة اسم هتقوى فرقيتك وبالتالي انت هتعرض تنافسها البطولات انا شايف ان الاهل والزمالك في مصر المحفوظين ويكون صاحب النصيب الأكبر من البطولة دي تحديدا كل الفرق مفرقة وكل الفرق طلع برا حتى الدورة التونسي بيعاني الدورة المغربة بيعاني جميع الليها بتطلع بسبب الموارد الملايا الأوليلة اكتر فرق بها تعاني وتماما وهيكون فعلا دايما في البطولة الأدنى اللي هي البطولة كأنها الدرجة التانية هي فرق زي اللي موجودة في كاميرون موجودة في كونغو موجودة في البلدان فيش امكانات تماما الناس اللي بيتلوم على الكاميرون في تنظيم كاسا الأمم الإفريقية بسبب الموارد الملايا لاسا في الإمكان أفضل من مكان هم لا يملكون أموال فأنا على فكرة عايز اقوله حركة حاجة كوميديية جدا تعرف ان رئيس الاتحاد الأفريقي طلب من كل نادي تبرعوا بمليون دولار قبل البطولة ما تبدأ ده ده أكبر دليل هاخو بمالغناد للفقية فهو على فكرة من أجل ان هو يوفر موارد وقال شرط عجبني جدا من أجمل الشروط هو أن الملعب يكون نجيل طبيعي وأن الملعب يصلح للعب برقرة القدم ودي تحتها مليون خط وفي حتة تانية ها كان عايز 25 ألف مشجع لازم يحضروا في المانش يعني حتة عدم وجود الجماهير والرعاة كان شارط الفكرة ان لازم يبقى شركات طيران عشان يضمن الانتقال في نفس الوقت ان هم دايما تعرف شركات الرعاة تكميل على كلام إسلام ان هم عندهم حتة الملأة المالية عالية نفسي بقى يا أهلي وزمالك اولا ان دايما مصرية او اي نادي في العالم يعني انت بتنعب كل عشان تكسب فلوس هم نكسبش من البطولات ان دايما في مصر بطولة أفرقية ولا بطولة محلية احنا ممكن يتم استبعاد نادي مصر من البطولة دايات بسبب شرط انت حرك لسأله دلوقتي ايه هو قالك ان لازم النادي اللي هيشارك في البطولة دايات ده من ضمن المقترحات واللي تم اعتمادها بنسبة 90% يكون محقق فقد ميزانية ارباح في السنة المالية بتاعته وطبعا الكلام ده جديد احنا معناش نادي مصر بيحقق ارباح جر طريبا النادي الاهلي نادي الزمالك فيه عجب من ميزانية تعال نشوف الشروط كلها تعال نشوف الشروط كلها هاي بص يا سيدي بقى الشروط المشاركة في البطولة الدولة السوق الافريكية توفر على الملعب عشب طبيعي توفر فيه معايير فيفا وكاف يستوعب الملعب على الأقل 25 ألف مشجع توفير ملعب جيدة للتذيب والبنية التحتية للفنادق توفير الاشتراطات الأمنية للفرق والوفود الرسمية أن يمتلك النادي المشارك أكاديميات لمختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى وجود فريق كرة قدم سايدات يشارك في دوري الدرجة الأولى ولا ياليو زمانك هنضم فريق سايدات لا لا بعد طرق كده يشتيره يشتيري فرق ماشي موجود طاقم طبي على أعلى مستوى يستوفر كل معاييرهم طالبات اللجنة الطبية في الكاف توفير أرباح في آخر ميزانية سنوية الفريق الكرة حيث تعكس الوضع المالي المناسب والمتوازن مع الإرادات والمصروفات وقدم النادي المشارك حصة من نسبة أرباحه كسيولة مالية يتم الصرف منها خلال مشوار البطولة وسيتم تحدد الله البند اللي بيتانم عليه إسلام ده اللي هو بتعليم قصة لعب المالي النظيف تقديم إقرار بالموافقة على كل القواعد المنصوص عليها في لوائع وشروط البس الإعلامي الدوري السوبر الأفريكي طيب نحط ده بقى على جب تعالوا نروح لكأس العالم للآن دي النادي الأهلي مواجهة أولى قدام منتري مواجهة بالنسبة لي كانت مفاجأة إنه الأهلي يكسب منتري بالغيابات والظروف دي صعبة خاصة منتري فريق مش سهل مش فريق مش بالميرس بس مش فريق سهل برضو يعني فرفع الأهلي الطموحات فالناس استنت قدام بالميرس يعمل أداء شبه أداء منتري فكان الواقع إنه بالميرس كان فريق قوي والأهلي مقدارش يتغلب عليه دي هنروح بقى حتة فنية شوية موسيماني موسيماني بيحيارك في الحتة دي أنت منتري لعب بالطريقة اللي بالميرس كسبتك كسبت النادي الأهلي بنفس الطريقة موسيماني كان صريح جدا وواضح جدا أنا سايب الكرة لمونتري وهلعب ميديم بلوك أو لو بلوك وهلعب على التحولات والنادي الأهلي عملها اللي هو أحرص منها الهدف فكانت سهل جدا بالنسباله إنه هو تعامل مع المباراة لكن الوضع كان مختلف تماما في بالميرس أنت بالميرس لعب لعب قصاد النادي الأهلي بالطريقة المفروض كان النادي الأهلي هو اللي يلعب بها أو أكد احنا الشرط تاني تقريبا كتنسبة لإستحواز 65-35 للنادي الأهلي طبعا ده عشان فرق الهدفين لكن قابليها أنت بتتكلم 50-50 أنا موسيماني ما كنتش قادر أفهم أنت ليا كنت عايز تاخد الكرة والكرة تبقى هي أنت اللي بتستحوز على الكرة وعايز تحرم بالميرس من الكور خلينا أنا عايز أتكلم أنا عندي مشكلة أنت بتلاعب فريق برازيلي وفرق البرازيل بقى عندها التاك تاك الأويرنس عالي جدا فما ينفعش أن يبقى فيه غلطات يا كريم إحنا بنتكلم على غلطات ما ينفعش تحصل وإنت بتلعب في الليفل ده أو في الطوب ليفل اللي الأهلي بيشارك فيه خلينا كده ده إحنا طبعا معنا صور إنت دلوقتي هنا بالميرس وجه اللاعب الناحية دي إنت هبقى عندك أفضل واحد هتعمل الطويل لإما ديانج هنا هتستلم عليه وعادي إحنا في الكرة الحديثة دلوقتي يا كريم إن إنت عادي إن في ظهرك حد إنت ممكن تستلم لأ ما عملش كده اختار الخيار الصعب إن هو ودى محمد هيني محمد هيني تخلص هنا بقى نقف قبل من نروح للصورة الثانية أنا عايزك تتفرج على ديانج عمر السلية وفكرة الترحيل مسيماني بيلعب بتلاتة أربعة تلاتة أكريم إنها الخطة بتاعته الخطة دي إزا يتفرج النهاردة على تشيلسي هو بيلعبها أساسها زيها زيها أي خطة في العالم إن أنا إزاي برحل إزاي لإن أنا ممكن يبقى عندي في بعض الأوقات ما عنديش كسافة عددية في الزون اللي بيبقى فيها الشغل بتاع الكورة تمام طيب إنت هنا بص السلية هو مستني رد فعل رد فعل اللعبة نفسها اللي بيحصل فيها خلي الصورة اللي بعدها تمشي المفروض بص السلية هنا تمام السلية لسه مش موجود في اللعبة الراجل اللي استلم مين دانيال لو اتلعب إنت بترحل بتروح متأخر بص قفشة واقف غلص غلص السلية رايح هيبقى رايح متأخر دي أنجل اللي بيضغط لوحده تعرفوا قفشة دي عايزة أطلع كونترش إنت ما بتضغطش كمنظومة أو ما بتضغنش كمسلسات بعدها الصورة اللي بعد كده بوان تتش بص السلية رايح متأخر يا كريم انت اتضربت وحتى الرجل اللي هو بيستلم الفرود اللي أعتقد كانروني أو دودو متأسف اللي عمل وان تتش اللي بياجا الصورة اللي بعدها هتلاقي أنه برضو رايح متأخر لا نرجع على الصورة اللي قبلها بقى دي دي الهدف التاني نفس الفترة يا كريم تعرف؟ أعز أقول لك بس حاجة أضفها اللي شانا أسمى نقاط يا أتاق اللعبة دي بتقرر عندنا جانب دايما في الدوريات أنا بحب تمركز الأهل في الجزائية دي ولكن هو هنا سوق تأدير لمستوى الفرود بمعنى إيه التمركز اللي وقفه أفشا هنا والضغط اللي ضغط اللعيبة هو عايز يفتح بهجمة سريعة بس هو متوقع هجمة أو مز بص عكسي من فريب المراسع على اعتبار أن المساحة دايقة فدايما الأهل بلعب على رد الفعل اللعبة دي لعبة رد فعل ولكن هو سوق تأدير من مستوى الخصم هو ما توقعش أنه يكون فيه كنترول كامل على اللعبة بس أنا أسف المؤتمر لا لا خالص الكرة اللي بعد كده يمكن هي هتيجي الصورة اللي بعد كده هو دي تكملاتها الهدف دي بل الهدف التاني طبعا كان قابليها فيه لقطة اللي هي أنت بتتضرب بالباس السولية وديانج بره اللعبة خالص يعني الصورة مش ما جاتش معنا بس هي السولية وديانج بره اللعبة خالصة كريم فأنت تحطط في موقف تلاتة على تلاتة بدون داعي ليه؟ ليه تمركز مش مزبوط تكملها بقى ممكن التمركز مكادش مزبوط عشان كان دي وقت بونا اللعب اللعب لا مش بونا اللعب ده كانت مع مع كرة مع مع فرقة بالمراس عادي جدا عادي اوكي بقى اللي هجمة هتكمل انت هنا برضو غلطة غريبة قوي ويمكن برضو الهدف الأولين ياسر ابراهيم غطي الأفسايد احنا طبعا عشان معناش الفيديو ياسر ابراهيم انت ما هيدي الفكرة انت الترحيل ازاي انت بتلعب ثلاثة وانا بشوف ان المسلمين مع الفرقة الكبيرة عنده مشكلة لما بيلعب ثلاثة لان اي فرقة هتضغط عليه عالي من قدام او هتعمل عليه الضغط صح في بعض المناطق هيبعنده مشكلة الاهلي متعود انه هو لما بيلعب هنا هو مع الابر هند في الدوري الاهلي وزي ملك نفس الكل الدنيا أسهل الدنيا أسهل بالزبط كان حدش بيضغط عليك عالية بيعرف ان هو يستلم براحته ما بيبقاش فيه حد وانت بتبني اللعب ضغط عليك فهو كان عنده مشكلة وفيه مساحات كتير قوي انت بص عليه معلوم مش موجود محمد هاني مش هتلاقيه موجود ديانجة هو اللي بيكمل وراء محمد هاني خلينا نكمل السورة اللي بعدها الراجل هيكمل هيكمل لا هو هنا عكس بص دي اللي هي بداية اللعبة هو ما جابوها لنا تاني يا كريم بص الراجل بداية اللعبة بص ديانجة فين انت الراجل دا الدفندر دا المفروض ما يبقاش هنا دا هنا هحسن الشحات طبعا بص السولاية فين ماينفعش اتنين المحور الارتكاز بتوعي برا اللعبة برا اللعبة طيب تكملة بقى لللعبة وهتكمل لغاية لما الراجل رمي ربيع بردو قعد يوصل للراجل بكمل غاية التمنتاشر تكملة بقى للسورة اللي بعدها لو هم كده عكسوا دا الجول الاولاني هم بس لغبطوا خلينا نرجع بقى خلاص يعني انا كنت عايز اشرح ان فكرة التمركز اللي انت واقف في النادي الاهلي انه يغلط الغلطات دي في مباراة زي دي وانت بتلاعب لفل انت امريكا الجنوبية او فرق اوروبا حتى بتلاعب الهلال هتتعاقب فور المباطشات الكبيرة دي يا كريم او البطولات الكبيرة انت من ازاي الدوري تفاصيل صغيرة طبعا هي اللي بتتوديلك والدليل انه مدارب برميرس بعض المباراة ترى قالك انا قابت التلاتين في المئة من المستوى قدام الاهل بالزبط ليه هو ما عملش مجود هو استغل شوية اخطاء عنده اخر حتة بقى اخر حتة عشان اقفل انا عارف ان طولت اللي تودينا على كارلوس كيروش اه احترامي انا مسلماني بشوف من المداربين الكويسين جدا وبشوف ان هو برضو بشوف اتحققه اعلاميا انا شايف الراجل اشتغل كويس جدا مع الاهل ممكن ارجعلك في النقطة بتاعت كيروش دي لما اسأل الاسلام على مطش الاهل يبعي كانت واتصلني للمنتخب بالكصة دي خليك فاكرها اللعب المصري وقت الضغوط لما انا اقولك ما تقدرش انت هتقدر لما اجا اقولك هتقدر ما تقدرش وانا التفاوت ما بين التأدير للمباريات النادي الاهلي الجميع كان بيقول ما يقدرش يكسب فريق منتيري والجميع كان بيقول معزور ولو خسر واحد او اتنين ما تقبل جدا الموقف في ظل الغيابات فالاهلي عمل الاعجاز اللي هو كسب فريق منتيري فاصبح الاهلي بمان حضر ولكن وطبعا الاهلي بمان حضر في شيء مشكلة عمل فعلا مباراة جيدة جدا ولكن لما تساهل المباراة الاخرى وقال بقى ان النجوم بتاعت النبمتلي او 60% من النجوم فاصبح في بعض الاعتمادية في المباراة ان ايمان اشرف هيكون هيساعد ان وجود السلية هيساعد تأدير للموقف مع بعض التراخي مع بعض التأدير لقوة الخصب والادارة السيئة جدا من المسلماني في الاخص الشرط الاولاني بالاخص انه لعب بتلاتة في سيرد باك في مباراة يعني كالعادة بيعودنا دايما في مباراة بيفاجئنا بيها بتفكير فني غير جيد فانا شايف بصراحة ان العابة الاهلي اتعذرت في الشرط الاول بسبب ان مركز اللعبة اصلا انا شايف تلاتة في قلب الدفاع شيء مباغد جدا لينا احنا حتى كمتفرجين نشوف الاهلي بيلعب بتلاتة ما تفتح اللعب ولاعب بطريقات طبيعية لا مش هلعب بكده اسلام هو بيلعب من اول الموسم بيلعب تلاتة هي الفكرة نفسها في طريقة اللعب انت تلعبها ازاي طريقة اللعب وجاهزية اللعيبة يعني انا فبتكلم على عمر السلية طب انت جايب الوقت عندك محمد شريف بر مريح بقاله فترة وعندك عمر السلية جاي رجع مجهد انت حطيت لعبة مجهدة ما العيبة عايزة تعتمد على اللعيبة اللي لسه رجع من منتخب مصر زايدا فيه بعد التراخي ان انا خلاص وصلت المرحلة جيدة والتيم بتاعي شكله بقى احلى انا ما حسيتش بالتراخي مش تراخي تراخي فني يعني الاهلي الاهلي في المبرأة دي عمل مجهود كبير جدا بس كان فيه اخطاء زي ما احمد قال يعني متحسش انه الفرقة كانت انا انا شايف بالعكس ده عجبني جدا بعد طب انا هو لك الحاجة التراخي من وجهة نظري ان انا اعمل مجهود لاس مفيد وده اسمه طراخي برضا لان انا ما وظفتش مجهود في الطريقة الصحة طراخي بقى سواء فني من بره ان انا اواجه اللعيبة ازاي تتحرك صحة مستحيل ما كريم من تلك الصراحة الاهلي ما يقلش عن فريب المرس والاهلي الفرقة دي فرقة جيدة جدا وكلها حاجة ولكن الاهلي ما يخسرش بالطريقة دي يبقى اكيد في حاجة غلط لازم نقتلعنا فيه جزي غلط ما بقولش طراخي ولكن بقول ان كان ممكن يكون فيه دور اقوى من كده على الخط برة ان موسمان يواجه اللعيبة صحة اخطاء في الملعب لكن في النهاية بنقول هارد لك انا بصراحة ما شفتش الاهلي في مبارس بلميرس عمل اداء كاريسي ولكن كان فيه اخطاء هي اللي خليته يخسر تفاصيل صغيرة لكن الاهلي على مستوى حتى الارقام في هذه المبارس كان متفوق في كل شيء في الارقام متخارب بالتواجه بلميرس البرازيلي وبالتفوق في الارقام بس كان فيه اخطاء سهلة جدا تحس كده انه بلميرس هو سايب ايده بيعرف فيه يسجل الاهداف والاهلي يعمل موجود كبير جدا ومعرفش يسجل الاهداف لنستم كاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل مع جوهري وعلوي خليكم معنا يا لما حضراتكم مرة اخرى جاري كنت هتقول لي على حاجة ليه علاقة بموسيماني وقلت لي هربطها بكيروش بالضبط في الحتة موسيماني وبعدين هربطها بكيروش طيب مثلا موسيماني انا بشوف مثلا ان هو ظالم لعيف زي أفشا السيزن ده بان انت بتلعب في 3-4-3 خليها بصرح أفشا هيلعب 3 في نص الملعب هي هيلعب من مرة 10 لكن فكرة انك هتحطه جناح هو مش عمر مرموش تمام كده فكرة ان انا جبت عمر مرموش الرجل بيلعب سترايكر او بيلعب تحت الفيرويد ان انا هو دي وينج وهحط السيستم دي قصة تانية تتعايش لكن هنا أفشا الموسيماني عنده مشكلة في الحتة دي طيب حتة تانية فكرة بقى اللي احنا بنتكلم عليه على الورق ممكن انا هختلف مع اسلام بالميرس ولا الاهلي على الورق اكيد بالميرس احنا منتكلم في لعيبة كوالتي برضو مختلف تماما ده امر طبيعي ده ما يقلش من النادي الاهلي طيب لكن لو انت بتتكلم نفس الفكرة بقى اللي هروح لك عليها على كيراش كيراش كسكواد منتخب مصر احنا سكواد بتاعنا قوي لكن هل هو في الفرق اللي احنا واجهناها خصوصا من دور الستاشر هل لو هنقرن احنا وإحنا بنلاعب كودفوار بنلاعب المغرب بتلاعب الكاميرون بتلاعب السنغال حتى في الاخر هل انت كسكواد اقوا معك احصل عيد في العالم لكن لو السكواد لو فردنا الاتنين كده على الورق لا مش انت الاقوا بالزبط لكن انا حاطت سيستم وبشتغل عليه انا عشان كده انا حابب كارلوس كيراش وبشكوره جدا على الفترة اللي هو اشتغل فيها معنا في طولة افراقيا واتمنى انه هو يكمل ليه بقى انا عايز اروح على الحتة بتاعت كيراش وهاخد من البوست اللي انت كتبتو النهاردة على حجازي طبعا الالف السلام عليه وحجازي عمل بطولة هيلة هسألك سؤال انت هكريم معلش اسمح لي نبدل يعني حجازي لما ما بقاش موجود مين اللعب المنعم والوينش بزبوط كده طبعا لما الوينش ما كانش موجود عم المنعم اللعب صح محمود علاء اللعب وعيمان عشرف انت هسب باي فرق ان اي حد بينزل ده اسمه ايه ده اسمه مدير فني عامل منظومة اكملها خليه كميلها وتعالى اسبب اكملها وحاط اكمل بس الحتة بتاعت كيراش طيب انت عندك مدير فني حاطة سيستم اي حد بي موجود اكرم توفيق انت رايح بالباكر رايت الاساساسي مين اكرم توفيق صح كده طيب عمر كامل عبدالله لعب باكر رايت من نجوم البطول طيب اي حلما وقع ولعبت اي من قشف مفيش مشاكل خالص هو اي حد هينزل انت محمود علاء في ثانية انزل لالعب انت محسيتش باي حاجة ان الحجازة مش موجود ان انت عندك اصابات ده بيرجع ان في مدرب اشتغل في فترة قليلة جدا حاط سيستم لعب وانت بتطبقه معاك لعيبة طبعا كبيرة قدرت تنفذلك السيستم وشربت من المدرب الشغل اللي هو عايزه جايز كيروش كان في مواطش نيجيريا اقولك تفصيلها بس للصغيرة في دي قوي هتتكمل على كلامك كلنا بدون استثناء لما مهند لاشين راح المنتخب قلنا طب على قليل كنت اخذ طريقة حامل مكان مهند لاشين بخبرات بس حتى مهند لاشين ما عندوش خبرات دولية مش لعب قليل لعب كبير ومميز قدر يقدي في الخطة ديت ومحسيتش برضو بغياب طريق حامل طبعا طبعا يعني طريق حامل طبيعة تحس بغياب ممكن سألك سؤال في لعيبة من بنقول كس العرب انت كريم احنا متابعين جايدين للكرب حكم ان ده شغل طيب لو في واحد متابع جايد بس بسيط للشارع الرياضي في النزر الشارع وجيت قلت له حسين فيصل هيعرف حسين فيصل نعم محمد عبد المانم هيعرف محمد عبد المانم طيب الراجل بأحسن في رأيي انه هو من أحسن مدافعين كانوا في البطولة تشكيل المساعد بالزبط كبير طيب أحمد رفعت انت واصل ان انت بالطالب بأحمد رفعت ان هو يبقى موجود مش تقليل من أحمد رفعت لكن الراجل بعيد عن الاهل والزمالك وجناح وانت عندك في رمضان صبح عندك تريزيجية وعندك اللعيبة دي كلها ومرموش وان احمد رفعت ان انت بالطالبه فالراجل كيروش عندك أعمال لك حاجتين حطي لك سيستم لأ وبان عليه لكن في الموام وعي مدرب بالمناسبة في ليه مطشات وحشة جورديولا ليه مطشات وحشة اوه بني ازل اوه في الاخر بنام زي زي العيب الكور انا يوم دي اوه ودي يوم دي اف ده طبيعي جدا صح فكرة ان الراجل عمل لك سيستم لعب وانا بتمنى بتمنى طبعا ان كراش نحافظ على البروجيكت ده احنا بنغير مدربين كتير قوي دي سياستنا حافظ على البروجيكت هو عمال لو اقدر الله ما طلعتش اه كاس العالم عالاقل هو عمال لي حاجة اقدر ابني عليها بالزبط لعيبة صغيرة لعيبة بقى هتبقى عندها خبرات دولية اه بنالك تيم بي احنا كان متخم مصر كان دايما بيعاني ان انت عندك الستارتنج لاين اوب معادة طبعا الجيل الزهبي الكابتان حسن شحاتي اللي رفع لنا سقف الطموحات من بدل للأسف لكن مش لاسف مش لاسف بس يعني دي حقيقة بس يعني خلاص بقى عايشين يعني للأسف العيبة كلها بتتعاقب بسبب الجيل الزهبي ده بتفقارن في المجمل ان الراجل عمل لك تيم بي ده ما كانش موجود انت دايما في المنتخبات انت تيم اي لستارتنج لاين اوب ده انت بقى عندك اي و بي و سي كمان في ناس برا عمال تقول ممكن يخش المنتخب بقى عرفة انا الحاجة الوحيدة لانا كنت بس بلوم على كارلوس كيروس فكرة ان طارق حامد لازم يبين موجود قبل ما اروح لك انا لما كنت بتقول من موسيماني كيروش كنت قلت انك هتقول حتة جارية اوي بس انا هتطر اقولها انا اتواد وامري لله انا محمد مجد افشا من اكتر لعبة اللي بحبها في مصر على مستوى الاداء والامكانيات والتأثير والاخلاق كل حاجة في افشا عظيم جدا بس لو افشا مش لايه على طريقة لعبي مش لازم يبقى موجود في الملعب هده اللي انا قلتها بس بطريقة بالذات لا انا انا بتاع الدار فهو لو مش لايه على طريقة حطه يعني انت خيالت حاجة تاني عشان كده كيروش محمد شريف كان هو اللي يبقى موجود وطهر محمد طهر ناحية الشمال بس و افشا يبقى مش موجود وخليه معاكش استفيد منه يعني لازم استفيد منه كيروش لما استبعد افشا هو ما استبعدش افشا عشان الافشا لعب وحش مش معايا في ال انا بلعب 4-3-3 هو مش تغطفين اه مش تغطفين يعني خلاص عبدالله السعيد من الناس قرأت لك انت جاب عبدالله السعيد عشان كده مش جاب الافشا عبدالله السعيد ملعبش اصلا انا عايب حب فهي الفكرة انه مش في لعيب عندك فلازم يبقى موجود انا عضرت عايش عايش انا اقول بس جبلة في البداية اكيد ليه كل الدعم دلوقتي وكده كده مفيش فكرة ان احنا نغير احنا مقتنعين انه هيستمر لحد ما نشوف منشل السنغال هرس على ايه مفيش حال مفيش حال مفيش عالمك بس عشان غير عشان ما نتفكر اكيد ولكن عايز اقول هل فكر كيروش مع منتخبنا الوطني كان بيتعمد ان منتخب مصر يصل لضربات الجزائق عشان يسعد بكل تأكيد ده توفيق من ربنا يعني عايز اقول التارجت الوحيد اللي حققه كيروش هو الوصول النهائي كاسر عمل الفرقية ولكن نجاحاته على المستوى الفني محتاج بعض الملاحظات السلبية اللي هكلم فيها بشكل ايجاب الصلاح منتخبنا احنا لقبنا اربع مباريات سجلنا كم هدف سجلنا هدف واحد فقط وبعد التسعين احنا مش قادرين نسجل في التسعين يبقى احنا عندنا مشاكل عندنا مشاكل الراجل من ناحية اسامية زي محمد عبد المنعم اللعبك كويس جدا طبعا من افضل وقت المدافعين وكان مفاجأة البطولة مفيش اي مشكلة خالص ولكن هل محمد عبد المنعم هو اختيار كروش اقول لا لان الفترة الاولية اللي جاء فيها ما اعتقدش بشكل كبير ان هو اللي حكم عليه فنيا طبعا هقول لك هقول لك موجة نظري يعني وارج جدا يكون في تقارير ان اللعب ده ميتبع من فترة مستحيل يكون هو لسه جاي اللي من فترة دول مخدقوش لي طب هقول لك طب كبير حسونة بادي مخدقوش لي ممكن يكون كما من ضمن الاسلامة بس ما حدش عايز يتسئل فيها المدير الفني يتسئل فيها اللي ده سليفاتت انه ممكن يكون الجهاز تغير الجهاز تغير ممكن يكون عين حد من اللي موجودين من الجهاز المصري هو اللي لفت نظر كروش لي ولكن انا ما اقولش ان الراجل لسه جامع من بره بيتعرف عالدور المصري بقدر تقدر امحطط عينه لحمد عماني هسألك سؤال بما يرد الله اي واحد كلهم محترمين كل في الجهاز المعاول مع كروش كلهم كبات كلهم محترمين جدا بحبهم كلهم دي يا السيد ومحمد شاو والجمعة وكل الموجودين بزمتك لو هم كان هم اللي مسكين منتخب مصر ومفيش كروش كان هو هيخده محمد عبد المنعي بلعبوه اساسي مع منتخب مصر وياخده عمر كمال عبد الواحد لعبوه اساسي مع منتخب مصر طيب انا هرد انت زميمتاني خلاص وانا هلأوه اختار انا اقدر اختار ولكن ما قدرش يدري المباراة ما هو في فرق انا في الاخر احط اقتراحات مكونة من 600 اسم انا ما عندي ساعدة احطه لا انا بسألك ما انا هقول لأ هو في مدير فني مصري كان يجرؤ يجيب اتنين لعبة من فيوتشر يدعيبهم اساسيين مع منتخب في مقول الكاس العرب ما هو الصدفة ثلاثة وليفعت لا بكلمك على الكاس الأولوما ما اتنين دول من فيوتش عمال كمال ماشي ما فيه مصادفة برضو انا ما هو فيه مصادفة ومحاولة لاشين ماشي فيه مصادفة ماشي فيه مصادفة فيه مصادفة جماعة فيه مصادفة مساعدالية هل كان كروش يقدر يستدعي محمد عبد المنقم هبقى شرطاً قبل الكاس العرب لكاس الأولوما افراقية بذممك هل كان يقدر يضم نفس اللعيبة الشباب دول ياخدهم لكاس الأولوما انا بقول لك هل كان يقدر يضمهم لكاس الأولوما افراقية بدون ما لعبه كاس العرب يعني كاس العرب اللي كشف هؤلاء اللعبين هو اللي ظهرهم فهي كان بطولة تجربية ما تحسب له ما تحسب له الاختيار مايش انا ما قلتش انها متحسب لهش انا بقول ان هو اختيار كروش مبني على ترشحات من اسماء في حد رشحهم له فاجربهم فالتجربة هنا بدليل ان حصل فلتريش انا هو فلتر ناس كتير جدا ما دخلتش فهي كان بطولة تجربية عينه جدت على الاختيار اسناء البطولة مش ما قبلها يعني انا بقول ان هو مش تابع الدور المصري ومتابع محمد عبد المالعم وقال انا عايز ده مستحيل يعني بالمنطق مستحيل انا بقول انها حاجة كشف تعرض عليه وقال اهات اللعابة دي نجربها لان احنا عندنا ازمة في الدفاع وبعد كده مش مستحيل يعني يعني قول رأيك وجهت نظري ايه بزاك بس هو مش مستحيل عشان هو انا انا شايف انه هو هو راجل بص عليه في مباراة ونصف وبطولة عربية هو عارف هو اللي كان مختار من الدوري وكان بيفرج عليه في الدوش على ضوء على ضوء حكتين على ضوء حكتين على ضوء رؤية في بعض المباريات والتانية ودي الاهم ان راجل بيشتغل بستاتيستيكس بيشوف ارقام فهو اخده الراجل ده وخد كل لعيبة منتخة مصر على ضوء ارقام وعلى ضوء مشاهدت حلفة انا وليت نظرك احترمها جدا مفيش اي مشكلة هقوله ده ما حاجة تمام لو انا عايز ازبط مش مستحيل مفيش مشكلة انا غيرها لو انا عايز ازبط دلوقتي ان محمد عبد الماني يمدخل باختيارات فنية وما فيش حد بيتدخل في الاختيارات الفنية على المنتخب الوطني محمد شريف وضعه ايه يعني محمد شريف وضعه ايه لو جايب ارادة الراجل لو جايب ارادة الراجل ده بالعكس ده انت كده معناها ان الراجل بيمشي بدماغه لا طب انا حد فرض عليه لا بالعكس طب انا حد فرض عليه هو فيه اكتر من طريق حامد الاهلوية والزمنكوية وافشة اللي هم نجوم فرقتين بتوع الزمانك والاهلي انا بس اعايز اوضح وجه نظري الاول انا دلوقتي ضميت لعب اسم محمد شريف هدف الدور المصري واللاعب دوت استبعدته قبل كده وحاصل ايه ضجة اعلامية ثم بعد كده ضمته تاني ولعبته في مركز مش بتاعه ثم بعد كده ضمته تالت وبدأ مدده بعد الضغط دوت تغير مكانه ولعبه مهاجم سترايكا ضغط بقى من الاعامية السوشيال هوا كدووش بيسمع لضغط انت حسيت كده اختيار محمد شريف انا حلوقتي قدام خيارين يا ايمن فيه حد بيتدخل لعب حد ما بيتدخل احنا عايزين نقوله لو مفيش حد بيتدخل لرجل دوت كان هيلعب وياخد فرصة اللي هو محمد شريف بمونتال بساطة انا لم اختاره فانا هدله فرصة ليه ما لعبوش بداني انا ملزله عشر دهيق ما عندش قناعة وبطلعه ثم بعد كده عندي عايز نازل لعب ضرب الجزاء طيب ده وجهة نظر تانية طيب انا هقول لو مصطفى محمد ما كانش موفق وباين جدا انه هو مش في التوب فورم بتاعه ما اديش ليه لمحمد شريف ده عشان هو كان شايف ان مصطفى ده امكانيات اخرى غير محمد شريف انا مات مخدش مخدش حقا محامد شريف مخدش حقا انا لازم اطلع فاصل انا مش عايز اعطعك عشان جاري خد فرصة كنت عايز ديك الفرصة كاملة بس هم بقالهم كامل زي بولي فاصل انت اخدت الاول فرصة كاملة او لا لسه لسه بكمانين مع حضراتكم كامل مع يا جاهري وعلي وخليكم معنا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة اخرى جوني طب عايز عليك بقى تعالوا نطة نطة بعيدة شوية مواجهتين السنغيل في منتهى القوة منتهى الصعوبة خلينا منطقين كورة هما في منتهى القوة تتلعب تقريبا اقوى منتخب عنده سكوات في القرارة الافريقية المنتخب السنغيل نتعامل ازاي مع المباراتين دول اجابيا هجوميا ودفاعيا زهابا وايابا هو لسه بدري ظروف المباراة هتبقى طبعا طبعا زي ما انت فاهم يا كريم هيبقى صعب ان احنا نحكم او نتكلم فنيات كتير بس هكلمك بقى بشكل عام طبعا هتبتدي من قبل المباراة اولا طلبك كيروش انت هيبقى مربوط بالفيفا ديت الاجندة الدولية لكن محليا لازم توفر له اللي هو عايزه ان انت قوامك مش كل محترفين عكس السنغال فقدر ان انا قلم يبقى المعسكر بدري شوية دي اول نقطة اه جايز تأثر علينا في المسابقة المحلية لكن في المجمل انت عندك هدف اسمة وهو ان انا اوصل كاس عالم دي اول نقطة لازم تشغل عليها بالنسبة لي انا عارف ان احنا في ظروف استثنائية عشان الكورونا وقصة الامن لازم استادة الكاهرة يبقى على قد مقدر يبقى متقفل ان شاء الله المطش مباراة السنغال ومباراة مصر دايما احنا فيه درس قدام عينينا مباراة غانا بتاعة بوبرادي كابتن زكي النهاردة انا شوفنا طب انا كنت في كماسي في المباراة دي كان عيد صح كده كان وقت عيد اه موضوع كان صعب ليه بقول ده بالعكس انا مستفدش من الانتصارات انا استفد في لما يبقى عندي اخفاقات دي ابتدي ابني عليه طيب انا لازم العب واعطاك الكراش هيعرف يتعامل مع المباراة بالشكل ده انت بتلعب على شطين يعني انت بتلعبش تسعين دقيقة دي خلصت لا انت بتلعب المطش متقسم شطين شط هنا في القاهرة وشط في دكار لو انت لعبت بالطريقة دي احنا كل ده ما بنتكلمش فنيات طبعا لان احنا فنيات انت مش هتبقى عارف مين اللاهبة موجود معك طيب علوي رأيك ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله تفاعل كمصري اكيد اتمنى فوز منتخبنا الوطني باذن انا قدر نكسب اتمنى ان احنا نطور النواحة عندنا الهجومية احنا لو قوة المنتخب عندنا بنقسمها بتقسيم عادل هنقول ان 75 من نواحة الدفاعية دي قوة منتخب مصر و 25% فقط من نواحة الهجومية وده بالارقام مش بنقول كلام من عندنا فانا بتمنى يفتحينه على اخترارات شوية ويحاول يجد حلول لازم يكون في افكار يحاول حققها مش منطقة جدا يكون عندي العيب زي صلاحه وعندي العيب زي مصطفى محمد وعندي اسماء مش يعني مش سيئة ما قدرش اوصل للجوم بالشكل الضعيف قوي ده وما سجلش لازم يكون في شغل كبير جدا وانا متفائل لو منتخبنا قدر اطور نواحة الهجومية مع القوة الدفاعية اللي احنا اثبتها السنغال ما عارفتش ساكل فينا اهداف ومنتخب كبير واقوى منتخب موجود في قرارة الافريقية مش ناقصني بس غير ان اكلل القوة الدفاعية عندي بنواحة هجومية ونقدر ان شاء الله ان شاء الله نفوز ربنا خليك كريم انا سعيدنا احمد جهري كالعادة شرفت ونورت شكرا شكرا يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم اشوفكم بإذن الله يوم السابت القادم اشوفكم يا رب على الاخير